اهلا بكم فيه يعني رجالة كتير نجوم كتير خلينا نتكلمكم عن النجوم فقدوا شعرهم في بعضهم ظهر كما يعني حصل فقد شعر تحول الى اصلاع حلق شعر كله وكمل حياته اشهرهم بروس ويلز صاحب الصلاة شهيرة جدا ويجي جيسون ستاتمنت برضو نفس الكلام عمل يعني كامل في الموضة دي لكن فيه ناس لاجعت الى زراعة الشعر او يعني اتجهوا في بعض الناس عملوا حاجة اسمها شعر مستعار اللي هو بروكة لبسه بروكة بس طبعا زراعة الشعر افضل كتير طبيعي شكل افضل طبيعي بيبان طبيعي الشعر اجمل فيه عيوب الشعر الطبيعي ودي ميزة على فكرة لانه زراعة الشعر بيباني الشعر طبيعي اشهر مشاهير من شعرهم الحقيقي هو الموجود تشارلي شين تشارلي شين اعترف بانه بيلبس بس لما ديجي تشوف هتلاقي تشارلي شين فعلا باين ان ده مش شعره وانه ده فيه حاجة غلط فيه بروكة ماسيو ماكونجهي برضو اعترف بانه شعره بس هو في الفترة الاخيرة خلاص بيبان بشعره الطبيعي ما بيحطش اليونتس اللي انا استغربته قال بتشينو انا مش متأكد من المعلومة يعني قال بتشينو هو المفصل الممثل المفضل بالنسبالي بس هل فعلا بيستخدم اه بيستخدم يعني اعتبق ممكن يكون بيستخدم يونت او بيستخدم حاجة زيال بروكة يعني او يمكن زرع حدش عارف جودلو باردو نفس الكلام واحد من الناس اللي خدوا جايزة اسكار بس ده زرع لا دي زراعة شعر ده عمل زراعة شعر جودلو مش بروكة وروبرت باتتسون نفس الكلام برضو يعني من الناس اللي يعني يقال انه هو زرع او ربما مركب يعني محدش عارف بالضبط هو باتتسون عمل ايه لكن واضح انه معظم النجوم وفي مصر نفس الكلام في مصر فريشاوي الممثل العظيم فريشاوي فريشاوي ده مش شعره الرائع سامير غانب وناس تانية كتير على فكرة في ناس عملت زراعة شعر كتير اوي في النجوم الحالين وما بيقولوش زراعة شعر واحدة من اشهر وانجح الاجراءات واكثرها تغييرا في شكل الرجل والست ده بولي الست كمان بيزرعون اه طبعا ما الست بتحب بتعرض لصلاة مقلب جامد اوي ده في الستات الست تعرض لصلاة اسمه صلاة زكوري في الستات وبتتعالج بزراعة الشعر النهاردة يوم مهم جدا لانه اسمه متميز للغاية في عالم زراعة الشعر ودول متخصصين يعني خلي بالكم ان زراعة الشعر ليها متخصصينها بيشتغلوها بشكل تخصصي وفي مراكز دلوقتي في مصر المركز كله زراعة شعر ما بيعملش حكة تانية غير زراعة شعر وده حلو جدا فالنهارده هنستمتع بحوار ممتع جدا مع ضيف الر Pass النهارده الرسول الدكتور شريف حجازي استشاري جرحات تجميل وزراعة الشعر طبيعي والمؤسس لمركز شريف كلينك لجرحات تجميل وزراعة الشعر عضو جمعات المصرية لجرحات تجميل الـ SRBRS وعضو جمعات أوروبية لو زراعة الشعر وجمعات الدولية لجرحات التجميل ضيف اهلا بيك أهلا بك يا دكتور منور الدكتور سعيد جداً بزيارتك وسعيد أن أنا شفتك ده أشرف لي عايز أبدأ بقى الأول بسؤال يعني مهم قوي الرجل ليه يلجأ لزراعة الشهر الحقيقة يعني من خلال تجربتي مع مئات وألاف العملة بس ألهم السؤال ده دايماً في العياد ليه عايز تعمل العملية طالما أنت خلاص قررت وجيت للعياد الحقيقة أنا قدرت أصنفهم أكتر من تصنيف يا إما في مرحلة العشرينات بيكون هو عايز يخطب أو يتجاوز ده الهدف الوحيد تقريباً أو مقدم على شغلانة فيها مهم فلازم أنه هو يرجع شعره تاني والعملية بقت سهلة فليلا يا إما بيجي لي في أواخر التلاتينات ودخل على الأربعينات بيقول لي أنا العمر تسرق أنا بقى لي عشر سنين شغال فجأة لقيت نفسي كبرت في السن عايز يطلع ببص في المراية كبرت أو عايز يتجاوز تاني كتير على فكرة فمرة واحد بقول له مبروك النتيجة أنت بقى كويس وعباك كنت تتفكر تتجاوز تاني قال لي لا ما دي مراتي تانية على طول كده فيه ناس طبعاً بتتعرض للتنمر حد يقول لي مثلاً أنا بنتي في المدرسة أصحابها بيترياءه عشان أنا بوصلها فشافوني أصلع صحابي بيترياءه علي الحاجات دي مشهورة جداً التنمر أحد الأسباب فإجمالاً يا إما هو عايز يبدأ حياته يا إما هو عايز يحسن شكله يا إما هو بيتعرض لمضايقات أو تنمر مع سهولة العملية وما عادش فيه مضعفات ليها وبقت دقيقة ونتيجها كويسة فليلا بقت زيها زي المظهر بالزبط حيل وقوي هو صلع له أنواع طبعاً ليه صلع له أنواع بس أشهرهم عند الرجالة هو النوع الوراثي لأنه هو بيجي بنسبة 90% فيها أسباب تانية طبعاً بعض الأدوية والضاية القاسي والاستعلابة وبعض الأمراض لكن أشهرهم عند الرجال هو الصلع الوراثي وليه درجات مختلفة وبيبدأ في عمار مختلفة من بعد البلوغ يعني لكن برضو هو كل صلع يمكن أن يعالك بزراعة شعر ولا فيه أنواع ممكن ما تلك طبعاً لو النوع وراسي ينفع يتعمل له زراعة شعر لكن إحنا لما بنيجي نصنف درجات الصلع بنوصل أحياناً للدرجة الأخيرة خالص اللي هي درجة سبعة اللي هو فكرة عملية زراعة الشعر أن إحنا بنسحب البصيلات من المنطقة المانحة وبنحطها في المنطقة الأمامية فالمنطقة المانحة دي الشعرية اللي بناخدها ما بترجعش تيني فلازم تكون كبيرة أو كويسة علشان نقدر ناخد منها عدد يغطي المنطقة لو مساحة الصلع ضخمة جداً وما عندوش مثلاً إلا شريط صغير من المنطقة المانحة خلاص يبدأ مش هنقدر نعمله العملية ده بنرفض عمل العملية وبنقوله ممكن تعمل بقى زي بروس ويلز أو النجوم اللي بتحلق زيره وبتعيش حياتها بالشكل ده يعني بروس ويلز مثلاً كمثال مين تاني زي بروس ويلز جيسون استاسمان الناس دي كانوا ما ينفعهمش زراعة شعر درجة الصلع عندهم كبيرة جداً فمش هتبقى مرضية بالنسبة له وكمان هم أحياناً لما بيوا يعملوا العملية في ناس كتير جداً من اللي بتجيل العيادة بيوا أجرب الأول يحلق زيره ويشوف شكله عاجل وشكله ولا لأ في ناس تقولك لأ أنا شكلي دي بقى وحش قوي في حد تاني يقول لا أنا شكلي بقى جميل خلاص هكمل كده وده اللي بيخلي العميل يلجأ للعملية أو يرضى بالأمر الواقع يعني مثل حالة زي دي حالة دي أنا لما شوفها والله أنا عجبني الشغل جداً ما شاء الله شغلك رائع جداً بس لا يخطر في بالي إن ده ينفع أنا شوف أنا أنت صلحت لي النهاردة مفاهيم يعني جبت لي حالة لا يخطر في بالي إنه ينفع حزرها لا يصلح الله حزرها نص رأسه فاضي بس خلاص بالحسابات والكالكيوليشن بندر نعمل ترتيب معين للشعر بناخد البصيلات الرفاية نحطها قدام عشان الشكل يطلع ناتشرل بعد كده بناخد البصيلات اللي هي بتدي أعداد أكتر نحطها وراء شوية وبنعمل كاموفلاج بحيث أن العدد الكبير يكون قدام ثم بعد كده يبقى العدد الآخاء الأقل شوية وراء فبيدي شكل طبيعي وناتشرل والتقنيات كمان اتغيرت جداً عشان نقدر نوصل للأشكال الطبيعية دي حلو قوي اللي فاتت سورة اللي فاتت دي كلاسيكية يعني اللي فاتت ده الشكل السورة القبل كده اللي هو آه هو دي ده واضح إنه ده ينفعه ده وتمام هو ده الحالات المريحة بالنسبة لك جداً طبعاً لأنه هو المنطقة المنحة عنده فيها شعر كتير قوي هقدر ياخد كل اللي أنا محتاجه وهعمل له رسمة خط أمامية زي ما هو عايز فبالتالي هتطلع الشكل مزبوط وكسيف زي ما احنا شايفين كده انت هارف إنه ده أنا بشوفه دايماً المرشح الأول للزراحة اللي هو عنده صلع وفيه خط كده لافف وفيه ده وحتة جزيرة من النص لأنه هو عايز يلحق شكله مش عايز يستنى لحد ما يتبوس خالص وبعدين يبدأ يقرر العملية حلو قوي ده نشوف الصورة اللي بعد كده الحالة لأن الحالات جميلة أو لا الحالة بقى ثالثة ما احنا شوفنا دي مثلاً ده دي قصته إيه ده ده برضو درجة ثالثة مع منطقة التج أو المنطقة الخلفية من الرأس فضية فبنبدأ برضو نعمل تخطيط للعملية وأهم حاجة في العمليات اللي زي كده هي إن المنطقة المنحة تكون قوية لأنه هو ده اللي بيسمح لنا إن إحنا نقدر نجري العملية بشكل كويس بينا بنعملها بتكنولوجي السمارت امبلانتر اللي هي الأقلام الزكية ما بقاش حد يمسك البصيلات دلوقتي نسبة نجاح العملية بقيت 99% فكرة إن العملية تفشل بقيت مستبعدة تلمغ الاختيار من الأول كان مزبوط فكرة المضاعفات الخطيرة بقيت معلتش بتحصل وده من أحد الحاجات اللي بتخلينا ندعم مبادرة السياحة العلاجية التجميلية في بلدنا يعني إيه أساساً زرعة الشعر واحدة من أساليب السياحة العلاجية دي حي خلينا نمسك واحدة واحدة لين أنت قلت كلام مهم دلوقتي أوه عايزين نفنطه يعني ماشي فهبدأ الأول بعوامل اللي بتساعد إنه نسبة تجاح العملية تعلقوا إحنا عندنا عوامل ليها علاقة بالعميل سنه كويس ما عندوش أمراض مزمنة ما فيش ما بيدخانش كتير تدخين تحت السيطرة المنطقة المنحها جيدة مساحتها كويسة نوعية البصيرات كويسة وبرضو المنطقة المستقبلة تكون كويسة البلات سابلاي بتاعها كويس لو محتاج أي معالجة قبل العملية بفترة أسبوعين أو شهر نعملها والشق التاني اللي يعلقى بالطبيب اللي بيعمل العملية إنه هو يقدر يعمل عملية بحرفية عالية لأن العملية زراعة الشعر زيها زي نقل الأعضاء الشعرية هي ليست خلية هي عضو كامل فإزاي ناخد البصيلة ونحافظ عليها عايشة بره الجسم وبعدين نرجع نحطها تاني في الجسم وتكمل حياتها بشكل طبيعي هو ده السكرت بتاع نجاح العملية مع الفول أب مع متابعة العميل وإنه هو بيسمع الكلام وياخد الفايتامينز المطلوبة ويهتم بالريكوفري وإنه هو يبعد عن الشمس أو الأسبوعين من العملية ويبعد عن ممارسة الرياضة التقيلة أول شهر ويبعد عن الكلور بتاع المياه في البسين لمدة ثلاث شهور على الأقل بعدها بيبدأ يمارس حياته بشكل طبيعي جدا بدون أي تساقط في المستقبل للشعر ده هنرجع بقى للحلة الأولينية في الصور دي في المجموعة دي لأن الصور دي عجباني قوي إن على الشمال قبل نفس الصلعة بتاعة نجم كوميديا دلوقتي موجود في مصر مشهور قوي بعد الراجل اختلف 180 درجة في كل حاجة صح 180 درجة اختلف لدرجة إنه تحس إنه يعني كان لازم يعمل كان لازم يعمل كان شكل الأورة كبيرة قوي اللي كمان هو يعني مدية شكله يعني هو كان الشاب ده 28 سنة بس هو بيقول لي أنا الناس بتقول لي أنت 40 وأنا مش عارف أعمل أي حاجة في حياتي وشكله مش كويس بس لو حضرتك تاخد بالك إحنا هنا عملنا الخط الأمامي يتناسب مع حجم الصلعة ويتناسب مع سنه ويتناسب مع سنه سواء الحالي أو في المستقبل حتى لما يكبر نقدرش نخلي له الجبهة صغيرة قوي وإحنا عندنا منطقة منحة صغيرة وإحنا مطلوب مننا كمان نخلي شكله حلو آه لا أنت عملته حلو إنه هو أي حد يشوفه يدي له سنه ومستحيل حد يعرف إنه هو عمل العملية كمان آه ودي من أحد أهم حاجات زراعة شعر يعني أنا ممكن يبقى شعري تقيل بس الناس كلها تقول لي أنت زارعة هو الأهم إنه محدش يعرف إنه زارعة دي برضو من الحالات المشهورة اللي بنشوفها كتير في الشعر درجة ثلاثة من أشهر الحالات أصلا آه تغير برضو نفس الكلام بتغير جزري أنا بسأل العملاء برضو آه بعد ستة شهر من العملية بقول له أنت إيه رأيك يقول لي لأ أنا حياتي وسقتي بنفسي واه اه 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 هنا الراجل الوشه تغير خالر آه آه وبدأ بقى يعني يقص شعر بقى زي ما هو كان يهتمنت بالضبط تقصر الجناب ويعمل شغل وفي منه بيربي دانه يعني على فكرة الصلاع يمنع أن الدانة تتربى دي حقيقة بتخلي شكله أكبر غير مش عالق بيبقى بقى ما فيش فوق وفيش شعر تحت فبيبدايق يعني يعني بتدي شكل مخلق شوي آه آه يعني لا يعني بيبقى يقول لك بقى أنا خلاص أنا أحلق فوق وأحلق دانم إنما الشاب أبقى فوق قد مفيش خالص يعني وتأوي يا ربي تأتي بس آه فلما بيربي شعره لو عنده ببداق شكل أحل بيحبي يا ربي دي حقيقة فعلا وبتخلي شكله أشك كمان آه وبيمشي على يعني وبسنة كمان يعني يضرب هنا الحالة دي لو شفتها في أي حتة أقول لا ما ينفعكيش زرها طالما المنطقة المنحة كويسة وتسمح يبقى نقدر نعمل أي حاج وطالما الفاقد إحنا كنا لسه بنقول إن التكنولوجي تطورت ومعاها إن نسبة الفاقد أثناء العملية قلت دي يخلي العملية تنجح خلاص كل الشعر اللي أنا بحطه بيطلع فبالتالي هياخد شكل كويس انت قلتنا شوية تطورات وقلتنا شوية حاجات كده تركات حلوة في تقنية العملية فقول لي إيه التطورات اللي حصلت في الإجراءات الجراحية الحديثة دي بعد يعني خلينا نقول إن العملية أول ما بدأت خالص كان في التلاتينات كان في اليابان كانوا بيعتمدوا على إن هو يقطع حتة جلد ويلفها على الراس عشان تدي شكل كانت سيئة جدا يعني في تسعينات بدأوا يعملوا عملية الشريحة إن هو يقطع جلد ويبدأ يقطع الجزء ده ويحطوا بيبقى يدي شكل الشجر كأنه بلاج شيب بعد كده دخلت تقنيات الـ FUE أو طريط اللي ابتطوف إن إحنا ندخل بجهاز بموتور زي كده على قد الشعرية صيز الشعرية بس والصيز ده بدأ يقل مع الوقت الحد ما وصل لديامتر يكاد يصل إلى 8 من 10 ميلي اللي هو لما يخف بعد كده ما يسيبش أسر بعدين كانت العملية بتتحط الشعر بيتحط بملائيط يعني اللي هو نمسك الشعر بالملقط ونحطه فكان ده ممكن يعمل دمج فكانت نسبة الهادر أو الفاقد كانت ممكن تكون عالية شوية حوالي 20% من آخر مؤتمرين حضرتهم قبل كده في السنتين اللي فاتوا في أوروبا دخل تقنيات جديدة منها السمارت امبلانتر أو الأقلام الزكاية إن الشعرية بعد ما بتخرج تحط في ألم والألم بيزحلق الشعرية في الفتحة المعمولة ليه والفتحة دي كمان اتغيرت بدل ما كانت بتتعامل بيه إبر تخينة بدأت بتتعامل بسلاس رفيعة جدا فبالتالي خلى نسبة الفاقد والهادر من العملية بقى قليل جدا فبقت الشعر اللي بتاخد بقى كله يطلع مع تطورات طبعا في عمل الخط الأمامي وإزاي يتعمل والشكل العام وصلنا في الآخر للنتائج اللي احنا شايفانها ده بقى في ناس شعراء بيقع فبيحلقوا شعرهم زي العالشمال ده يعني هو ما كانش صلع كبير على فكرة على الشمال بس هو حلق علشان هو مطول شعره باين فبيضطر يقوله يعني عامل شكل إنه هو يحلق شعره وقالك قالك نهازرع بقى بيقولي انا مش هادر ربي لما بربي بيبين ان انا عندي صلع التطور بتاع الجراحة يعني احكيلي كده ينفع عالم زراعة شعر يعني حلز بيحصل اي بيجيلك بينامل ايه؟ هو العمير بالاول بيجيلي في مرحلة الكشف يبدأ يقولي والله انا مهتم بالموضوع بقى ليه فترة وعندي صلع وعايز اعمل عملية فيبدأ اول حاجة بالله واحد صاحبي مهتم بيه من سنة 2005 بيسألني فيه الموضوع بيبقى له 15 سنة بيسأل فيه صاحبي اول مش عايز اقول لي اسمه الدافع نفسي فهو بيبقى متضايق فانا ببدأ اقوله انت متضايق ليه؟ يبدأ بقى يقولي الاسباب اللي انا قلتها لحضرتك انا عايز اتجاوز انا عايز اشتغل انا زهقت انا هتجاوز تاني انا عيالي بيترياعوا علي انا ثقتي بنفسي مهزوزة انا بفكر فيه ناس فيه واحد مرة قال لي انا ما باكلش مع اولادي انا باكل في وضع الواحدي هوس اقولك ليه؟ انه ساعة الاكل بالذاتي الانسان بيوضي كده فلو شعر وفيه فراغات بتبان ده فيه ناس بتاخد بالها من التصوير حقيقة يعني فيه ناس التصوير بالنسبة لها موزعج جدا انا نفسي اندهشت من كمية الاهتمام بالتفاصيل بتاعة شكل الصلع من الناس وانا بسألهم السؤال ده وعملته كرسالة ان انا اعمل استاتيستيكس ليه الناس عايزة تزرع واكتشفت منهم ناس فعلا ما بيفرقش المراية ويقعد يعد الشعر بالشعرية عشان يوصل لان هو لازم يزرع بسه كان فيه ناس منهم شعرون كان حلو يعني كان مصدر فخره صح بتعرف مين اشهر حد كان شعره مصدر فخره بعدين لما راح اتقثر نفسيا جدا مين؟ احمد رمزي ممثل ده هو كان يعني كان جان وكان جان الشخصية لطيفة جدا اهو احمد رمزي كمان شخصية لطيفة جدا احمد رمزي لما شعره بدأ يوقع اثر عليه في التمثيل يعني اثر على اصابه باحساس مجال هو اختفى اختفى فترة اه اه اختفى في الوقت اه ده حتى قبل وبعدين حط يونت وظهر بها في افلام اللي هي فترة اواخر الستينات مجموعة افلام اواخر الستينات وبعدين احتسل التمثيل خالص قاعد في البيت هي ليونت ليها برضو مشاكلها بنش ان هي طبعية كمان ليونت دلوقتي بقى بيضطر يحط لها لزء ويسيب اللزء ده فترة ويغيرها يعني برضو ليها مشاكلها ما هيش ده السبب اللي خلت احمد رمزي يبطل تمثيل يعني لكن لي انا بحقولك اصدو كانت ساعتها كتبوا في الجرائد ايه فانانة المتقلق احمد رمزي يشتكي من مشاكل فشار فهو رد ساعتها على الكاتق الصحبي يعني كان موضوع خنائق اه كان مشكلة كان مشكلة موضوع فعلا بمهم الناس كتير قوي في ناس كتير جدا اه ده احمد رمزي الله يرحمه الله يرحمه شعره كان رجل من الحظماء كان تحفة اه كان شعره حلو جدا ده شعره طبيعي ده بقى في الوقت ده ده في ايامنا الحلوة او كان بيمثل يعني في اوله في الفيلم في الشمال طبعا هو فقط بقى الشعر السنة برده يعني اللي اعتبرده لا بس هو فقدوا مبكرا عن كده بكتير جدا هو الاسف الصالح الوراسي مرويش وقت يعني من بعد البلوغ قبطه خمسين سنة ممكن الشخصي شعره يرحمه شعره الله يرحمه شعره احمد رمزي من الناس اللي محباها اوي اولي يعني اه 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 القلي بقى احنا اليوم احنا بنيجي ندخل غفط عمليات طبعا هو بيجي لنا الاول بخلاص بيبقى اخد شوية انستركشنز انه هو يبقى معاه لبس حاجة بسوستا او بزراير مينفعش يلبس تيشرت بنبدأ مرحلة الرسم الاول نرسم الخط الامامي وبعد كده نبدأ الحسابات نشوف المنطقة اللي هتستقبل محتاجة كم جرافت كم بوصيلة وبعد كده نحلق ونرسم المنطقة المانحة اللي هي الامنة نشوف نقدر ناخد منها قد ايه وما ينفعش نتجاوز اكتر من 25% من مساحة المنطقة المانحة علشان ما اتقصرش على شكلها ويخلي شكلها مش كويسة خلاص بنبدأ مرحلة اللي اقتطاف بعد كده البنج موضعي العملية بتبقى وهو يعني نايم ممكن اسوأ حاجة فيها الملل ان هو بيبقى قاعد معنا حوالي 6-7 ساعات تقريبا بنبدأ ناخد البوصيلات بنعالجها بشكل معين ونضيف عليها محالي للاتب علشان تديها باور أثناء فترة الانتظار اللي هي ما بتستناش اكتر من 3 ساعات ودي وقت مهمة جدا التايم بتاع العملية لازم نبقى حاسبين كويس قوي علشان ما يحصلش مشكلة للشعر ويبدأ يحصل له ممكن يتنفخ من المحلول المعطوط فيه ويبدأ الخلايا تربشر فتموت فبنبدأ نحط محالي للطاقة وبنبدأ نحسب التايم ان هو ما تزدش عن 3 ساعات بعدها بنبدأ ندي بنجل للمنطقة المستقبلة وبعد كده نفتح القنوات الأول بآلات مختلفة يأما السلتس يأما السافاير نيدل وبعد كده بنبدأ نحط عن طريق الأقلام الشعر بيبدأ يتزحلق في الألم في الفتحات دي دي مرحلة بتاخد لها ساعتين كمان بحيث ان يبقى توتل العملية حوالي 6-7 ساعات بالكتير بعدها بنبدأ نلف المنطقة المنحة بعد يومين خلاص هو خف بعد يومين الجروح 8 من 10 ميلي فقفلت فقفلت بنبدأ نعمله جالسة PRP أو بلازما نديله شوية فايتامينز شوية تعدوية يمشي عليها بعد أسبوع بيكون هو خاد الأجازة بيبدأ ينزل شغله با ويعيش حياته بشكل طبيعي الشعر بيبدأ يدخل في السايكل العادية بتاعته بيطول شوية خلال شهر بعد كده يبدأ يتساقط تاني اللي هي مرحلة الشدينج فيز او الشوك فيز ان هو الشعر يتنقلت من مكانها فحصل لها حاجة زي الصدمة تبدأ الشعر تنبت بعد الشهر الثالث والشعر بيبدأ يزيد تدريجي يعني مش مرة واحدة كل اسبوعين تلاتة بيلاقي عدد زاد بعد ستة شهور بيلاقي شعر كويس جدا ممتاز وخلال سنة بيكون خاد الفاينال الريزوت ليه في مصر في رأيك السياحة العلاجية في الشعر مش وقت لغاية دلوقتي رغم انت عامل مبادرة بس احنا برضو رغم مهاراتنا مش عاملين الشغل اللي عاملها تركيا مسلا في الدعاية هم شاطرين في الدعاية هم كتير برضو هم عندهم مراكز ضخمة جدا كتير جدا طب احنا عندنا مراكز ضخم مش بنفس العدد بتاعهم هم برضو احنا أقال شوية في العدد هم عندهم فوق التلات تلاف مركز ده هم بيعملوش حاجة تريبا غير صراحة الشارع باب يعني كل شارع فيه ميد مركز لا احنا عندنا في مصر عاد قليل جدا اه يعني يمكن اقل من مين احنا حاسب بيعملوش حاجة غير صراحة الشارع نمشي في الشارع في الطيارة بتلاقي اللابسة الرباط على طول لا احنا طبعا بعد ما تطورت التكنولوجيا وبدأنا ندخل التحديث العلمي بشكل قوي بقى خلاص عندنا الفرصة من المصرين اشتر انتو اشتر احنا اشتر هاند سكلز حتى في التعامل اهم كمان شوية اجريسف في التعامل انتو اشتر في الفنيات انا بشوف ناس جاية من تركيا عاملين شعر ازاي شعر ازاي النيل مش خلو لان هي الموضوع هناك تجاري شوية احنا عندنا طبي اكتر يعني احنا بنتعامل مع الموضوع بشكل سهينتفك واحنا عملنا مبادرة بتاعت السياحة العلاجية تجميلية تحديدا حلو اوه ان الناس تبدأ تتجه الى مصر كنوع من انواع ده عام الدولة وفي نفس الوقت تنشيط السياحة انت اللي عملت المبادرة عملت المبادرة دي عملته امتى يعني من خلال شهر شهر ونص من اول ما حاسيت ان احنا محتاجين نعمل ده بالتعاون طبعا مع ناس كتير ساعدتني في الموضوع ده بدأنا نرواجله بشكل معين وعملت الزيارة لدولة السعودية هم كانوا مرحبين جدا بالفكرة ان الناس بتاعتها بدل ما تلجأ لدول اخرى زي تركيا او ايران او اي او صين او عام التعاون احنا تقول ليه مصر موجودة ومصر اقرب وبنعرف نتكلم معاهم وبشكل ساينتيفك والمتابعة اقوى واسهل وارخص وفي نفس الوقت البلد متميزة بمعالم سياحية ضخمة جدا بس هو طبعا كل ما المجهود يبقى فردي كل ما هيبقى فيه اه طبعا يعني في الاخر احنا احنا كمؤسسة بنتطر احنا نكلم شركة سياحة ونتطر نكلم احنا الفندق ونتكلم العربيات والاماكن السياحية فالموضوع بيبقى اصعب شوية غير لما يكون مدعوم من الدولة او منظم بيبقى موضوع اسرع في الانتشار كمان واحنا الكوادر العلمية في مصر والطبية بصفة عامة والتجميلية بصفة خاصة قوي جدا جدا في النتائج وفي الشغل كمان مين اللي تديه كارت اصفر كده انذار وتقول له خلي بالك في زراعة الشهر كارت اصفر تركيا كارت اصفر طب مين اللي تديه كارت احمر اي حد تاني تقول له اه هتردك مش هتيجي خلاص احنا موجودين اه يعني هما ياخدوك صح أصفر فأحمر خلاص إحنا إسلم عادش فيه فرق التمييز موجود نتائج موجودة السهولة موجودة التنقل والسياحة والبلد والموقع والمعالم السياحية موجودة كل حاجة عندنا إيه اللي نقص إحنا عندنا وبعدين المهارة المصريين ده بجد بأمش والله ما تحييز والله ما تحييز لأن أهم لهم أقول أحسن لكن إحنا كمصر أحسن بكتير في مهارة وتقنيات الشغل يعجبني الشغل بتاعكم وبعدين اللي هو إيه في تركيا بيجي حد زرح من هناك بكتوب كده أنا زرح باين قوي باين جدا صح المصريين لا إنت في حالات أنا شاهدناها هنا هو إنت سايب حتة مش زرح فيه بقاصط يعني عمله الخط اللي هو خط طبيعي حتة غير حتة دي حقيقة ده الشطارة هي دي المهارة دي الفن أنا أبينك زي ما كنت هل تلي سورة من متوعك زي ما أنا أعمل لك زي أي حتة فيها فاين سكيلز المصريين بيرافع ملوكة يساوي لأنه هم يديهم وغد على كده نورت وشرفت وأبدحت ربنا يخلي ومبسوط أن أنا شفتك كسلام يا دكتور جدا جدا تس rugged ضيف العزيز الضيف العزيز النهاردة اللي منه ورني لأسس دكتور شريف حجازي استشاري Virti وزراحة الشعر الطبيعي المؤسس لشريف كيلانك وزراحات التجميل وزراحة الشعر وعضو جمعات المصرية لجرحة التجميل وعضو جمعات الأربية لزراحة الشعر والجمعات الدولية لجراحة التجميل النهاردة كان ضيفي فيه واحدة من حلقة المهمة جدا في عالم الشعر وزراعته الشعر مهم والاعتناء بيه والعناية بيه مهمة وقرار زراعة الشعر قرار جيد جدا جدا لان احنا عندنا اسماء وعندنا جهود جيدة في زراعة الشعر النتائج بتاعته جيدة جدا اه جيدة جدا بالعملات النجحة بالعملات المفرحة اللي بتغير شكل الانسان بس حزاري انك تخلي شعرك في لاين غير منطقي مع سنك وهتكلمنا في الحلقة في الحكاية دي حزاري تنصت لأ انت في الاربعين وتعمل لي شعرك لغاية انه نازل غلط اعمل شعرك متناسب مع سنك خليك ومع الدكتور اهلا بيكم في فرق كبير جدا بين انك انت توجه اللي انت بتحبه اللي يهمك امره اللي بينك وبينه كلامه وعشم الى الصح في شكله والى الصح في طبيعة رصة سنانه اللي بتسمى بتاعته وبينك تتنمر عليه فرق مهول يا فرق السماء والارض فرق الجنة والنار التنمر صفة وضيع وضيع اما الارشاد والنصح وان انا اشوفك اجمل فده شيء رائع جدا من بالمعنى دوت العالم فيه ناس كتير كانت مثلا بتنتقد وان تنتقد انا شايفها تنمر ما ينفعش تنتقد بس لو انا قلت ناصح ومحب واتمنى يبقى انا ربنا عالم بالقلوب كان فيه ناس كتير بتنتقد وبتتنمر على ابتسامة رولاندينهو انتو عارفين طبعا هذا الحريف رولاندينهو كان عنده مشاكل في السنان ومشاكل انا شايفها بقى من ناحية التقنية كمحترف صعبة محترف نقد يعني مش محترف المحترف بقى الحقيقية هيجي دلوقتي لكن صعبة ليه اولا التكوين بتاع الجنجمة بتاعته هو اللي خلق الحكاية دي فكان فيه بروز في منطقة معينة من الفك ايضا اللي لسا كان فيها مشاكل دي مش الصورة اللي هتبين مشاكل السنان ممكن لو شفنا صور تانية نشوف افضل الراجل راح شوف هنا بقى بعد ما راح وبدأ يزبط حاجات كتير جدا صرف كان بقى انه هو على فكرة بلغت قيمة المصروف طبقا للموجود في صحيفة الديل ميلي الديل ميلي البريطانية ستة وتلاتين الف دولار الرقم مخيف وعملوله يعني تقريبا السنتر اللي اشتغل على اسنانه عمله أنيميشا مخصوصة عشان يشرح الخطة العلاجية اللي عملها لرولندين هو نفسه خلاص بدأ يختلف اللي بتسام اه هنا بقى كتبين مشاكل دي الصورة اللي واضحة مشاكل فيه حالات كتيرة هنشوفها النهاردة شبه رولندين هو وأصعب منه على فكرة كمان النهاردة هنشوف حلولها في مصر شوف الفرق برضو مهم جدا نحن نبين ان مصر فيها ميزة جبارة وهي فرق البريس لذلك مصر على الفكرة السياحة العلاجية فيها منتشرة جدا في عالم طب الاسنان النهاردة حوار ممتع للغاية مع ضيفي العزيز الذي يبدأ دائما في حواره دكتور عبدالله متولي اخصائي تجميل الاسنان والمؤسس لمركز برايتي للاسنان عضو الجامعية الامريكية لتجميل الاسنان والمصمم للابتسامة المعتمد من البي دي سي اهلا بيك يا دكتور سيكا دكتور عبدالله وحيش دي والله قبل ما ادخل النهاردة في الكلامي رأيك في رولندين هو صعبة الحالة او لا سهلة الحالة صعبة بس دلوقتي كمان بقى يعني حتى لو كان عملت سنين وفي الفترة الحالية الدنيا اتطورت قوي فالحالة هتبقى اجمل بكتير جدا مش معاك ان الحالة وحشة يعني الدكتور اللي علاج له حالته طبعا بازل مجهود خرافي بس لو رولندين هو عمل اسنين وفي الفترة اللي احنا فيها دلوقتي الحالة هتطلع افضل من كده بمراحل هيا دي على فكرة صور وفيديوهات اعتقل من كم سنة فاته يعني بالزبط لان ارصد ان البرسيدور او الطرق العلاق كمان بقى فيها تطور كبير قوي بقى ممكن نطلع حالات احسن من دي بكتير احنا عندنا بقى اول منطقة حوارية بيننا النهاردة بتتكلم على واحدة من المشكلات اللي انا شايفها عويصة وفي طب الاسنان ازدحام الاسنان اولا فاهمني بس يعني ايه ازدحام الاسنان وزي نتعامل معها هذه الحالة تقويم ولا تجميل ولا دي شايف ايه تمام هو اولا ازدحام الاسنان معناها ان الفك مش عريض العرض الكافي انه هو يتحمل كل الاسنان فالسنان بتبدأ تركب على بعض يعني الفك اه حجم قليل وفي عدد اسنان عرضها كبير شوية فالسنان رجبت على بعض زي الصورة اللي موجودة دلوقتي دي دي حالة اه السنين السنتين في النص رجبين على بعض اللاترالز اللي هما اللي جنب اللي في النص دخلين لجوه الانياب طلع البرا ده اسمه ازدحام يعني رسميا او باين او ان فيه زحمة في بقى حلو ايه حلو الاول اه دايما احنا دكتور ايما متعودين نقول ايه الحل الافضل والحل الانسب الحل الافضل ده اللي هو مكتوب في الكتاب اللي هو اول مرحقة دي الجيدي حلها ايه تقويم اعمل تقويم طب العيانة مسلا عندها تمانية واربعين سنة ولا تسعة واربعين سنة مش عامل لها تقويم هل في حلول اخرى تحل المشكلة دي غير التقويم طبعا فيه يبقى لا اسمه كده حل انسب فالحل الانسب في الحالة دي مش الافضل الانسب اللي هو التجميل طب ايه صعوبة التجميل في الحالة دي الفك داية فانت هتحضر الاسنان هتيجي ترس الاسنان حجمها هيصغر قوي مش الفك اصلا داية والسنان عريضة شوية طب هتقويم انت محتاج عشان دي حكيتك تبقى حلوة يبقى فيه عرض معين للاسنان ما يفعاش تبقى السنان رفيعة قوي هيبقى شكلها باحش جدا طيب حالة زي دي اه لو الدكتور حضر السنان من غير ما يكون دارس اسمايل ديزاين او تصميم للانتسامة السنان هتطلع رفيعة جدا فحالة زي دي لازم هي تبدو لك سهلة ولكن هي صعبة جدا يعني حالة صعوبتها ان انا ارس الاسنان وتفضل في نفس عرض اسنانة يعني انا هرس كل الاسنان دي وتفضل برضو السنان عريضة زي ما شوفنا زي ما هنشوف في الحالة بعد السنان كلها اترسط تمام بحاجة بتقنية اسمها الفينير دي ماكس بين الكراون والفينير في اربع خمس ايام الدنيا بقت كده باللون اللي انت عايزه باسنان ثابتة ما بتتشلش ولا تتحط وهي هتفضل كده خلاص بقية عمرك طب انا اه في حاجة بقى بتضيقني عايز برضو اشرحها للمشاهدين جتوان حالة زي دي اللي مخليها تفضل كل الوقت ده اه بدون ما تعمل سنانها ان الدكتور بيعرض عليها حل واحد فقط اللي هو التقويم اللي هو اصلا مش مناسب ليها ولا لسنها ولا ان هي ام عندها تلاتة او اربع اطفال ولا لأي حاجة فبتضيع عمرها كله على رأي دكتور ما يعرفش غير حل واحد طيب الحالة دي قبل وبعد خلت وقتها ايه ده اعتقدش كتير اربع خمس دي اه اقول لك على حاجة بقى انا شايفها صعوبة يعني كذا صعوبة في الصورة دي الصعوبة الاولانية الحقيقة جاية من ان دي انا بالنسبة لي انا ما احاولك تعبير بس مش عارف ان كان احترافي ولا لأ يعني اللاين بتاع السامة بتاعها عريض جدا فالعريض جدا ده مسؤولية حاجة تانية انا شايف انها محتاجة انا بتالي الشفة الفقنية رفيعة جدا لو شفنا الصورة بعد انا عاملك فيلر مخصوص عشان عارف ان انت هتولي كده هيا نفس الحالة دي نفس الحالة الاول في الصورة الاولانية ده قبل خالص بعد كده عملنا تجميل الاسنان بعد كده عشان خطرك انت يا دكتور ايمان ونتعمل لها الفيلر ده اه فيلر الصورة التالتة اه وفيلر بحرفانة يعني ما زودتش لا لا هي حاجة ناتشوريلاوي بص بقى ادي بقى الاول صورة كده تهيأ شكلها وتهيأ شكلها اللي في الاخر غير ما اجيبه وشها دي مسلا تلاقيها تحس ان هي حد عنده اربعين سنة مسلا والصورة اللي بعد الفيلر تحس ان هي عندها خمسة وعشرين سنة اه وهي سننها كم فعلا اه سننها حوالي برضو حاجة واربعين حاجة واربعين اه ده بس الصورة الاخيرة جميلة الياس تحتنية خالص بلزا ظلمنا يعني برضو برايفسي بتاع العيان بتخلينا كتير ما نتطلعش الوش معا اه زورتك الوش بتاع ال بيفرش كتير بحيفر اجام ده اه اه فكرة الابتسامة الواسع اللي انا قلتها دي وايد سمايل واي بص احلى ابتسامة في الدنيا الابتسامة البيضة العريضة اول ما تضحك اعرف الدنيا كلها تضحك في وشك ها دي دي تعمل لها ابتسامة بيضة عريضة لو شفت الحالة فوق خالص يا دكتور ايمن هتلاقي الابتسامة ديقة وعدد الاسنان اللي ظاهر قليل الصور اللي بعد كده على فكرة بقى في حاجة في حاجة مدايقانة انت يا دكتور راميش دكتور سنان بس انت بتقولي وايد سمايل 80% من دكترة الاسنان ما عرفوش يعني ايه وايد سمايل اصلا يعني مش في دماغه انه هو يعمل للعيان ابتسامة عريضة انا موهوب ولا ولا يعرف تستعمل ازاي دي لها تكنيك معين ده التصميم اللي ابتسامة ده ليه تكنيك معين فلازم تخصص تجميل الاسنان العيان اللي عايز يعمل تجميل يروح لدكتور متخصص في التجميل مش دكتور الاسنان العادي اللي بيعمل الحشو ولا الخلق والحاجات دي يقدر يعمله تجميل هيعمل لك اسنان حلوة لكن ابتسامة حلوة لأ مع التقدم في العمر بقى السن بيكبر هل يعني ده سؤال مهم قوي الاسنان بيحصل فيها تغيرات من ناحية الديمنش من ناحية بتبرز مثلا بالضبط انت ممكن يجي لك عين يقولك انا اطلع لي ضب وبيبقى كبير كمان في السن بيبقى مثلا خمسين سنة وانت طالع لا خمسين مش كبير ماشي خمسين ده صغير خار انا قصد مش يعني مش عنده عشرين مثلا ولا حاجة اه عنده خمسين وانت طالع كده فيجي يقولك ايه انا فجأة يا دكتور اسناني بقت برزة قوي لبر اه وماكنتش كده من الاول فانت طبعا يعني تشك فيه لأ انت لأ هو فعلا اه فيه حاجة بتحصل هي قد تبدو انهما مرهمش عراقة ببعض لو انت ما عندكش دروس خلفية او عندك مشاكل في الدروس الخلفية ومتعرفش تاكل عليها فجأة او يعني مع تقدم العمر هتلاقي اسنانك برزة لبر لان انت محمل عليهم زي الحالة بالظلط بتيجي بنفس الشكل ده بتيجي تقولك اسناني بقى بتتلخلخ شوية وطلعت لبر وبقى فيه فرغات دي بعرف على طول من غير ما بص عليها من غير ما اكشف عليها وهي لسه ما عادتش على الكرسي بقولها انت عندك دروس خلفية تقولي لأ خلعيها بقى او بايزة او بتوجعها فبيضطروا ياكلوا على ايه الاسنان الامامية وربنا ما خلقش الاسنان الامامية ان هي تستخدم في المضة زي الصورة دي برضو ده نفس الشكل اللي بيجيلي لو حد عنده بروز حديث يعني هاي دي مش مولودة كده ده بروز حصل حديثا يعني مع تقدم العمر فدي بنعالج لها السنان اللي قدام وبنشرت عليها ان هي تعالج الدروس الوارع عشان ما يحصلش كده تاني لو شفت بقى الحالة بعد خلاص دخلنا السنان جوا تاني فاربع خمسة ايام زي ما اتفقنا عن طريق الفينيرز والكراونز والدنيا تزبطت هل دي لو معالجناش الدروس الوارع هتطلع على برا تاني ايوها هتطلع على برا تاني فالحالات دي لازم نعالج الاسنان الامامية وبعدين نشرت عليها ان يعالج الخلفية بقى عندي بقى السؤالين لك من نوعية الاسئلة اللي هي ايه ساسبنس كده ساسبنس تمام في مصطلح اسمه العلاج السياحي ايه رأيك في هذا المصطلح وخلي بالنا واضح من كلامي العلاج السياحي دي يختلف تماما عن كلمة السياحة العلاجية بالزبط يختلف تماما السياحة العلاجية دي حاجة حلوة جدا واحنا نفسنا مصر مفهومة السياحة العلاجية يعني معناها ان انت بتقدم خدمة طب في مصر للاخوة المختربين او الاخوة العرب او الاخوة او اي حد عايش في اي دولة في انجلترا على فكرة بس انا انا لسه واحد صاحبي معالج حالات جاية من انجلترا في تخصص المخوة الأعصاب هما مزهولين من التقدم الطبي المنوجود في مصر دي اسمها سياحة العلاجية سياحة العلاجية دي حاجة حلوة جدا زي مثلا يقولك تركيا زراعة الشعر مثلا دي كده اسمها سياحة العلاجية طيب ومصر على فكرة فيها سياحة معالجية بس انتشر مؤخرا فكرة العلاج السياحي وده اسوأ حاجة ممكن تحصل لحد في حياتهم العلاج السياحي ده يعني انا بيجيلي المريض انا اعرف ان هو مش قاعد في مصر. اهه. هو خارج مصر. اي دولة بقى خليجية اه دولة اوروبية. مش مصري. فبيجي اه بقى معامله اسنان انا عارف ان هو جاي يعمل سنانه ومسافر. اوكي. فبيجي يعمل ايه? ومعاملن له سنانه كلها حشو عصب. وعليها ترابيش كرونز. العين ده بيتعرض ده اسمه نصب. اه. او يعني اسمه هو العلاج السياحي. انا اعيان جاي لي. مش عايز اشوفه تاني خلال مسلا ايه? تلاتة اربع سنين. مش عايز اعمل لي مشاكل. ويقول عليها شاطر جدا. او عمل له ايه زي الحالة السورة اللي بتجيلي في الاشاعة اللي موجودة دي. كل السنان يتعمل لها حشو عصب. بعد حشو العصب او انبرد السنان بعمل لكله حشو عصب مش اللي محتاجة ولا لا. انا بموت عصب الاسنان. طب العصب ده فايدته ايه? الجزور بتاعت الاسنان اللي بتوجعنا ديه. دي يقول لك اه ان في مشكلة. انا المنبه ان في مشكلة فعلقني. فلو انت قتلت العصب ده كله. وفي مشكلة. هل العيان ده هيعرف ان في مشكلة? لأ. فهيفضل تلاتة اربع سنين بدون مشاكل. وبيشكر في الدكتور اللي اشتغاله ده بيقول لك انا ما حسيتش بحاجة. والدكتور ده اشتر واحد شفته في حياتي. تلات اربع سنين وتبدأ السنان تقع وتتكسر لان انت عمل لها حشو عصب فبتضعف. حشو العصب اه بيخلي السنة يعني قوية شوية. اه. اول ما ما تموت العصب بتاعها السنة بتضعف طبعا. فاحنا ما بنعملش حشو عصب غير في الضرورة القصوى. يعني سنة سنتين. لكن انا ما عمللو في عشر اسنين فوق. علاج جزور. اه لو شفت الحالة بعد هتلاقي طبعا البص شايفت التركيبات عاملة ازاي? مأساوية. مأساوية. اولا شكلها سيئ جدا تسيبك بقى من شكلها. السنان مبرودة كلها معمول لها حشو عصب. هل العيان ده هيتواجع في يوم من الايام مش هيتواجع. بس فجأة هيلقي نفسه. فجأة هيلقي السنان واقع ومكسورة. بس على فكرة ممكن يتواجع بسبب التعبات في اللاسة. بالزبط. بس دي بتحصل بها تلات اربع سنين. ايو. بتحصلش في لحظتها. اه. يعني انا عندي استعداد اتحمل المريض بتاعي ان هو يجيلي بعد اسبوع مسلا عنده وجع ولا حاجة. عشان اعرف ان في مشكلة. وعلي جايل. بس دي قل الطمير. بالزبط. فالموضوع ده بقى منتشر خصوصا مع الناس اللي غير مصريين اللي بيجوا. عايزين يعملوا سنانهم لان مصر دلوقتي يبقيت من الدول الجامدة في طب الاسنين. فبيجي بيتعرض للعلاج السياحي. مه. بس هو برضو خلي بالك يا دكتور ايمن هو العين برضو بيساعد في كده لان هو بيدور على ارخص سعر موجود. المفروض انا معالكش اسناني على ارخص خامة ولا ارخص دكتور ولا فيش الكلام ده. انا بروح بسق في دكتور في ضميره وفي زوء وفي كل حاجة. يعمل لي تجميل. المناسب. المناسب لاي. طبعا. طبعا شفنا لو شفنا الحالة بعد طبعا تعالجنا بس فوق وما كانش لاحي الوقت يعني. اللي عجبني اقول ان انت غمقت اللون. مش غمقنا اللون بس. خليته طبيعي. بالزبط. الخامة طبيعية شوية. اه. الخامة طبيعية. يعني لا اللي فوق اللي فوق دوت كرسة لانه ده لانه لون تبشيري غريب. بالزلط. فوق وانا كمان سيبك من اركن الشكل على جميع. يعني مش بتكلم في الحال دي عشان التجميل. انا بتكلم على موضوع العلاج السياحي. ما تروحش الدكتور يقولك انا عمل لك حشو عصب في كل الاسنان. وبعدين اركب لك عليها كراونز او ترابيش. ده الدنيا مش مزبوطة. تعرف ان في مشكلة. يبقى انت كاب تتعرض للعلاج السياحي. العلاج المزبوط بيتكاشف عليك كويس قوي. كل سنة محتاجة ايه بيتعامل لها. واحدة محتاجة حشو بيتعامل. واحدة محتاجة على الجزور يتعامل. واحدة محتاجة زراعة تتعامل. انما انا امواخد الدنيا زي المؤولات كده. انا هبني عمارة. هدلي بقى كل العصب ده وركب. ما بقيت اشوفها كتير قوي. طب فيه تعبير تاني بقى. تجميل بغرض العلاج. ده تعبير صحيح ولا مش صحيح. تجميل بغرض العلاج دي ناس بيبقى عزها حلو. ليه? هي اسنانه بايزة اصلا. فجي. هيعالج اسنانه وفي نفس الوقت الشكل حلو. الشكل الحلو ده انت ممكن يا دكتور ايمان مش انت لو سنانك سليمة. وحبيت تدلع نفسك شوية بتروح تعمل تجميل اسنان. مهم. فانت سنانك سليمة بس انت بتعمل فينيلز او اشرف اللي حاجة عايزها قبيضة شوية. عايزها طلها كويس. ده تجميل. وانت اسنانك سليمة ما بتوجعكش. مهم. بيجي لي بقى ناس اسنانها شكلها وحش جدا. وبيضة ومحتاجة شغل قد كده. بغرض العلاج. مع العلاج ده بتاخد شكل حلو قوي. زي مسلا حالة زي دي. حالة زي دي طبعا قعدت تتعالج عند. دي مبين كده ان هي عايشة عند الدكتور السنين. ليه دي عايشة عند الدكتور السنين? دي بتروح. سنة تساوست ومرايحة حشياها. ومروحها. بعد ما تروح السنة اللي جنبها تساوست ومحشياها. تكون الاولين يا ساوست. فدي بتعيش عند الدكتور السنين. انا بحب المصطلح بتاع عمرة الاسنين. انا هجيب يعني دي هتيجي دي. جلسة واحدة اعمل لها كل السنة. اعالجها. ونغطيها بكوفرز زي الحالة اللي بعد. كده في جلستين تخلص. وتعيش مدى الحياة بالشكل اللي تحت ده. دي تركيبات اي ماكس كراونز. طب ليه ما عملتش فينيرز. ليه ما عملتش قشرة خارجية لان اسنان بايزة اصلا. احنا بناعمل كوفر عشان يحافظ على السنة. الكوفر اللي بيحافظ على السنة ده شكله حلوة قوي. يعني دي لو اسنانها سليمة فيه ناس بتيجي تعمل تجميل بس. لكن دي خدت علاج ومعا تجميل. فمن هنا ظهر المصطلح اللي هو التجميل بغرض العلاج. بضرب عصفرين بحاجة الواحد. بالزبط. حالة زي دي بل. دي صعبة دي. دي صعبة. والتركيبات. طب ايه رأيك في التركيبات اللي هي مركبات. ايه دي تركيبات. دي تركيبات. دي كارسية. دي عامل الاتهابات في اللاس هي معمولة غلط تركيبات. معمولة غلط. وطبعا الحديد بان هنا هو لو شايفوا على ناحية الشمال. ده كده. دكتور. بالزبط. فيوزد متل. ده دكتور اسنان. وليس دكتور تجميل اسنان. ايه الفرق بين دكتور الاسنان وتجميل اسنان. دكتور الاسنان يبحث عن الوظيفة. دكتور الاسنان العادي يبحث عن الوظيفة. يعني دي جاية لو بتقول له سنتي مكسورة يركب لها تربوش عليها. اهتم بالشكل مهتمش بالشكل. طب هل هي الوظيفة عندها موجودة اوه موجودة هي. عندها كل الاسنان بتعرف تعد بتعرف تاكل. انما الشكل حاجة مهمة. فده كده راحت لدكتور الاسنان العادي اللي جنب بيتها. دكتور تجميل اسنان ده بقى حاجة تانية خالص. لو شفنا حالة زي ال 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 نفس الحالة بص كده ده كده تعمل لها الوظيفة موجودة. في نفس الوقت الشكل حلو قد. بس علاج اللي سا خد وقت قدي. اسبوع. 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 الحالة دي تعملت كلها في اسبوعين. اسبوع لعلاج اللاسة واسبوع لتركيب الاسنان. ده الجميل بقى ان احنا برضو اخترنا ماتيريال. شفافة. شفافة جيدة جدا. اتراكتف للعين. هي ثانية كمان هي بتيجي في الاسبوعين دول من جلستين لتلاتة فقط. يعني مش بتيجي اسبوعين كل يوم. يعني انا بشوفها تلات مرات. ده عشان هي بتعمل شغل في اللاسة. لو بتعمل الاسنان بس بشوفها مرتين. فالموضوع بقى بسيط قوي. مبقاش زي الاول يعني. هروح بقى لسؤال تاني مهمة جدا. انا شايفه واحدة من قدع الحاجات لتجميل الاسنان. الابتسامة اللي سوية. الابتسامة اللي سوية. انا عارف ان انت بتحب ده موضوع الابتسامة اللي سوية ده. جدا. عارف ليه بحبه? لانه بيغير شكل الابتسامة بشكل كبير جدا. بيرسمها. تاني حاجة انه من اكتر الحاجات اللي بتأثر على شكل الرجل او ست. بالزبط. بيديك انطباعة عن العيان ده ان هو مثلا كبير ولا صغير طيب ولا شريء. اللاسة بتفرق. مهم. بس فيها انواع كتير قوي من اللاسة. ابسطهم زي الصورة اللي موجودة دي. الاسنان اصلا صغيرة فمحتاجها تكبر. فانت بتتعمل فقد ايه? كلام ده كله بيحصل في اسبوع. بنشيل من اللاسة ونركب الفنييرز القشرة اللي تحت دي. جلستين الموضوع بسيط قوي. دي ابسط حالة من حالات اللاسة. مفاش اي فن. طب حالة تانية حالة زي دي. دي اصعب شوية. ليه اصعب شوية دي? هنحتاج نشيل من البون شوية من العضل. في بروس شوية في العضل. فبنشيله وبنركب الاسنان دي بتقعد دي بتقعد اسبوعين. يعني اتعالجت من فوق لتحت في اسبوعين. الصعبة بقى اللي بعد دي. دي اللي محتاجة فكرة شوية. ايه بقى الفكرة في الحالة دي? ان الاسنان اصلا طويلة. صح? ده مش بس طويلة. ده في يعني السق. الاتنين اللي في المصر اللي هما سنترق انسيزور مش مزبوطين. طبعا مش مزبوطين. والسنان طويلة واللسة بينها. اه. طيب انا ازاي هحولها تبقى اسنان. لو انا شلت من اللسة السنان هتطل اكتر. يعني لو قلنا مسلا خلينا في الحالة اللي فوق. طول السن عشرة ملي. وانا محتاجة اشيل من اللسة عشان اخفيها شوية. هيبقى طولها كام تلاتتاشر ملي. فيبقى الشكل وحش جدا. فانت كده هتبقى جيالي بتجملي اللسة. وهيطلع شكل كرح. دي اسمها بقى ترحيل لللسة. الحالة تحت بقت الاسنان اقصر. وفي ناس سرعة مفيش لسة. دي اسمها ترحيل. دي حالة صعبة مش سهل. الحالتين اللي قبل كده سهلين. هنا في الحالة دي على فكرة برضو مش متساوية لسة عن ناحيتين. طبعا يونيلاتر اللسة بن يونيلاتر. ناحية ناحية اللي هي يمين العيان بين اكتر من ناحية الشمال. بالرزب. كل ده بيترسم. والموضوع بقى بسيط وسهل. ويعني احنا بنشتغل بسهن في اليوم الحالة دي بتاع حالتين تلاتة مثلا. بقى المصيرين كتير قوي عندهم مشاكل في اللسة. كتير. ده لسة الفترة رجاءة هتشوف مشاكل اكبر لسة. ليه كده? لانه في كراونات كتير تعملت بدون دقة. ايوه. انت شو لاحز يا دكتور ايمن ان الحالات اللي انا بعرضها كلها. يعني اللي فوق دي عاملة تركيبات اصلا. اه طب. كلها اعادة شغل. يعني فعلا كلها اعادة شغل. نفسي جيلي حالة من اولها كده. انا جاي عليك سنين نفسي جيلي. سؤالي بقى. تصميم الاتسابة. تصميم اسمايل ديزاين. هل انتو يعني يعني اصحاب عالم التجميل تبالغون في استخدام هذا المصطلح? اه هو سؤال يعني ايه? سؤال علامي. علامي. سؤال علامي محرج. ليه ايجاب تاني. انت بتجيب لي فانا بعمل لك اعلان كده. انا هعمل لك تصميم ابتسامة قبل ما نبدأ الشهر. فانت بتجي لي بتضحك اسنانك عادية بقى بعمل لك اسنان رسم لك اسنان على شكل وشك. وقول لك بص انت هيبقى شكلك كده. طب هل ده بيتطبق? لا ما بيتطبقش. تصميم الابتسامة الحقيقي ان انت تبقى جايلي بمشكلة في ابتسامتك وانا حلتها لك. خصوصا لو العيان يعني زي ما بيقولوك نمكي. وبيفهم. لو العيان بيفهم انت هتبقى مستريح. لان هو بيجي عارف هيقدر شغلك. غير العيان اللي مش عارف انت عملت له ايه. يعني مثلا عيان زي ده ده صديق جيه وحد بحبه جد. هو سنه كم سنة? بدي له كم سنة كده من غير ما ته. لا بشكل ده ده دي له خمسين خمسة وخمسين. بالزمت. ده فعلا السن خمسة وخمسين. ولكن هو عنده ستة وتلاتين او ستة وتلاتين او ستة وتلاتين. اه ده شيء غريب. انت شاف ايه من اسنانه? مفيش. مفيش وشاف اللي تحت بس. الفكرة في العيان ده زي ما قولك انا بيريحني العيان اللي بيفهم. ان هو جيه بيقولي هو جاي لي من عند الدكتور تاني. الدكتور التاني ده بيقوله اه انت معندكش اصلا مشاكل. ايه يعني اسنانك مش باينة بس اسنانك سليمة. طيب ما هو الراجل ده يا جماعة عنده ستة وتلاتين سنة وتلاتين سنة وشكله عنده خمسين سنة. والراجل اصلا فاهم فبيقولك انا اسناني ما بتبانش. طيب نيجي بقى للتطبيق بتاع الحالة دي. اصعب حاجة في الحالة دي ان السنان اللي تحت بينها. يعني انا كان السنة تحت طويلة. فانت عطاول ازاي. فالموضوع محتاج ده بقى هنا دي كده انا اقدر اقول كده انا عملت تصميم ابتسامة. غير الحاجات اللي بتتعمل بالكمبيوتر والكلام ده. هنا بدأ ايه بقى 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 هنا التلاتين. هنا بقى بقى سنه. طب طول السنة بقى كام. فقد لميسة مليات عمله. اللي انا بعمل عنده سنة مش تتغرب جدا. السنان طولها الطبيعي من تمانية لعاشرة مليات انت عملي السنان اربعتاشر مليات انا بقوله اطويل وانا كش دعوة. تعمل لي اربعتاشر مليات عشان انا قدامي العيان انا مش باخد مقاس او ابعط المعمل وال المعمل مش شايف العيان. المعمل شايف اسنان. لو عملها كده على طول هتيجي تحط له سنان في بقوة. يبقى الراجل ده دافع فلوس وخد سنان بيضة وجميلة بس ما هتش شافها. امتى باقي شوفها لو رفع شفيفه? وامتى مين بقى الله هرفع له شفيفه? عشان اوصله للمرحلة دي. دي محتاجة تصميم ابتسامة. تصميم ابتسامة والحالة دي فيها شغل هندسي. الحال دي احنا قصرنا السنان اللي تحت عشان نسيب مسافة للسنان اللي فوق ان هي تنزل شوية. اهه. اتعمل في قدي الكلام ده في خمسة ايام. طبعا اللون طبعا هو نفسه بقى سنانه ببان فاختر اللون فاتح شوية. ومع ذلك مش باينا ان هي فيه. باينا ان هي طبعي. درجة الشفافية. بالظبط. يعني ده افتح لون ده بيه اللون. افتح لون. بس مش باينا ان هو قد او مش باينا ان هو فيه حاجة. هو بقولك درجة الشفافية مهمة. بالظبط. اوي. material نفسها اللي بتختارها. تعال اسمع اسمعك ابو العريف وبعدين نكمل كلامنا بعد ابو يا بيشة عاوزة تعمل تجميل اسنان. قلتلها اعمالي سيرش على الانترنت اكتبي بديل تجميل الاسنان. مفيش حاجة في الدنيا ملهاش بديل. زغرتلي حتة زغرة. قلتلها الا انت طبعا يا ست الستات. بس مثلا تجميل الاسنان اللي انت عاوزة تعمليه. الطبيض. القشور. الفينير. عارفين ديتهم. مكونات المطبخ تحقق هلك. عاوزة اسنانك تبقى رقيقة كده وبوتيت. خلته فاح تتمض ماضي بيه باستمرار. السنان مش مرصوصة كويس. سنة قدام. سنة ورا. حبة فوق وحبة تحت. ما انت كده كده بعد شوية هتخلعيهم. سنة الحياة. لما تخلعيهم. الدكتور وهو بيزرع مكانهم. يزحزح مكانهم شوية. يبقوا مرصوصين وزي الفل. مش باقولك مفيش حاجة في الدنيا ملهاش بديل. الا انت طبعا يا ست الستات. كمية خريف. سكيته. سكيته ايه بس. ما لازم نسمع زا النموذج ده. ايه الفاتحي اللي ما بتسمعه. او لما بيتوارد للصفحات الخاصة بطب الاسنان بيدايقك جدا. غير اللي انت سمعت رواني. اكتر حاجة بدي ايني? انه يقولك مثلا الفينير بيبوز الاسنان بيعمل ريحة وحشة. طب انت ليه يا دكتور مش عاملت سنانك عملتها لهم. يعني عملت اسناني مخصوص عشان الموضوع ده. اه الفينير حاجة حلوة قوي. الناس بوزت سمعتها. الفينير لو معمول مزبوط القشرة التجميلية. لو معمولة مزبوط. والدكتور عدى الخط بين الاسنان. والدنيا تلزقت مزبوط. والتحضير كان مزبوط. ده احلى قرار هتاخده في حياتك. لما تعمل مزبوط. لما تعمل مزبوط. لو اتعمل وحش هيبقى اسوأ قرار خدته في حياتك. مش مش اسوأ قرار اسوأ تنفيذ. يعني اه. اه. قرار سليم بس. بالظبط. الفكرة انه مفيش راجعة. لو عملته مش مزبوط. خلاص بيستطار تتحول على طريقة تانية من العلاج. فهي دي السمع اللي طالع على الفينير كل ما يجي. انت حالتك محتاجة فينير. لا لا ده الفينير مثلا ده بيعمل ريحة باشا. لا ما بيعملش ريحة باشا. لو معمول غلط او ملزوق غلط هيعمل ريحة باشا. انت تروح لدكتور. يعني انت ينفع يا دكتور ايمن. اه. مثلا بعد الشر يعني ايدك توجعك تروح لدكتور عيون. ما هو انت بتروح لدكتور اسنين مش متخصص في التجميل تقول له عمالي فيديو. دي نفس القصة. دي الخطوة القرار بتاع التجميل قرار مش سهل. لانه احنا لازم نكون اولا رسمين الخطة العلاجية. عندنا حالة تخيل. عندنا الادوات بتاعت هذا التخيل. اللي بيقلب التخيل ده الصورة. انت بتشوف فعلي اللي بتسامق قبل ما ما بتتنفس مش كده ولا ايه. طبع. كل ده بيخلينا في الاخر نبقى في امان. امان من ان انا ارسم خطة وردية ولا نفسي مش عارفة نفزها او بنفزها بطريقة غلط. او مرسمش خطة في الاخر وكون ارتجالي. لان انا شفت الحالات اللي انت وردتها لنا دي. تحيس انها ارتجالية في التنفيذ. محدش عامل بلاي. بالضبط. يعني ده كارسة ده. بيخش يبدأ شغل وبعدين يكتشف. غير ما تبقى انت حاطط متخيل اصلا للشكل النهائي قبل لما تبدأ. ده شيء مهم جدا جدا. ضيف العزيز الذي يبدأ دائما في حواره دكتور عبدالله متولئ خصائي تجميل الاسنان والمؤسس لمركز برايتي الاسنان عضو جمعي الامريكي للتجميل الاسنان المصامل بالسماء المعتمد بالبي دي سي نورت الدكتور وابدعت كاعدتك. نورك يا دكتور ايو. خليكوا دائما مع الدكتور. اهلا بكم. الالم قصة مثيرة جدا في عالم الطب. الاصابات قصة غير انها مسيرة ومؤثرة على صحة اي انسان. هي مؤثرة على كاريره احيانا على مستقبله المهني لو هو رياضي. والحقيقة انه تطور العلوم الطبية في الفترات الاخيرة كان بيخدم هذه المنطقة. كان بيسعى انه انه يحاصر هذه المنطقة. انه يجد حلول حقيقية سريعة وناجحة. وبلا اي تأثيرات جانبية على اعضاء اخرى لعلاج الالم. مشاكل الالتهابات العضلية. مشاكل الالتهابات الناتجة عن الالتهابات الاحصاب. مشاكل الاصابات في الاوطار. الالم عموما ازاي نتعامل معه. وطلعت علوم حديثة جدا جدا. بتعتمد على تنظيم فيسيولوجية الجسم. وكلمة فيسيولوجية دي كلمة مهمة جدا. الفيسيولوجي هو علم ووزاقه في جدا. ان انا نظم علم الفيسيولوجي او انجع الجسم لطبيعته وارجع الجسم للمستويات المنطقية الطبيعية بتاعة التصدي لموضوع الالتهاب والقلم. ده شيء مش سهل. في حاجات كثيرة قوي اسمقها برزت بشكل كبير جدا في تعامل مع مثل هذه المشكلات. البي اربي هذه الطفرة الطبية المهمة جدا. الصفائح الدموية او البلازمة الغنية بالصفائح الدموية. احداث الطفرة كبيرة جدا. الجروس فاكتور عامل نمو. الاستمثل العلاج بالخلال الجزعية. احداث طفرة. في نجوم كبار جدا في العالم. اتعالجوا بالاساليب دي من زي ما بيقولوا المنطقة الطبية المتقدمة جدا. منهم اسطورة السلة الاسبانية باو جاسول. باو جاسول ده اتعالج من اصابات مزمنة. بسبب وكانت طبعا ده راجل عالمي يعني. سيرجو اجويرو طبعا نجم الارجنتين ونجم منشستر سيتي وبعدين راح بارشلونة. صحيح واعتزل بعد كده نظرا لمشاكل من الكورونا وكان كبر خلاص في السن والقلب والاخير. لكن في فترات من حياته اتعالج من اصابات عضلية ومشاكل عضلية باساليب زي البي اربي والستيم سيلز. رافا نادال. رافا نادال ده من اكتر الناس اللي استفادت من اللي انه اصابات طبعا لعبة التنس اصابات مركبة ومعقدة. حركة لعيبة التنس اساسها حركة صعبة. حركة بتعتمد على مفصل الركبة ومفاصل تانية كتيرة جدا بتتحرك في نفس اللحظة. ولازم تكون المفاصل دي احيانا بتؤدي حركة مبالغ فيها. فرافا نادال اتعالج من اصابات كتيرة جدا بالبي اربي والستيم سيلز. ايضا كارلوس بويل واسطورة الدفاع البرشلوني من الناس اللي اتعالجوا كتير جدا. الجميل بقى الجميل انه الخلال الجزعية في بروميسينج والستيم سيلز والبي اربي في بروميسينج كبير جدا انها تعالج وده في نتائج بحسية بيعالجوا بيها في سباقات الخيول الخيول اللي معدلات الاصابة بتاعتها عالية. سباقات الخيول يا جماعة فيه بيطاري مشهور جدا اسبوب بوب هارمن قال ايه? قال يعمل بطاقة عالية وبسرعة عالية. في السباقات بيتعرضوا لاصابات كتير. وقالوا انه مكانش في القديم اصلاح هذه الاصابات ممكن لولا التدخل الحديث بالبي اربي والستيم سيلز. ده حاجة لازم نقف لها باهتمام شديد جدا لانه الحصانة دي على فكرة استثمار خصوص على حصانة السباقات استثمار مالي مزهل. اسعارهم تصل الى ملايين دولارات. فخلينا نقف قدام هذا الكلام النهاردة حلقة مشيرة جدا مع واحد من نجوم عالم الالم. اكيد النهاردة هنستمتع والمخ والاعصاب وطبعا العمود الفقر هنستمتع النهاردة بحوار شديد الاهمية شديد القيمة. اذا كان الحصان بيتعالج بهذه الاساليب الحديثة احنا اولا. طبعا النهاردة عنوان الحلقة كمان مشير جدا اللعب بالنار. اللعب بالنار اسم مهمة اوي. واكيد لازم افهمه مع ضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير الاساس دكتور ايمان اهنب. في قوانين في الجسم. ما نقدرش نبدلها ولا نغيرها. قلم في ظهري ده انزل اخضروف. انزل اخضروف يعني اعمل. عملي هو مش محترف يتجنب بالمخاطرة العالية لانه هدفع ثمنها ذات. 15 سنة باخد علاج مش بتاعي. دمروني الجد. زي احنا نكسر القانون ده ونوصلك لمرحلة البناء والتصريح. البي اربي عزل عالم المثير. لا فيه اولويات. وانا ما بفكر العين بفكره في الاولويات دي. اني بشهر هخفه وهرجع لطبيعة عمري ما كنت تخيل كده. الاستاذ الدكتور ايمان عنب. استاذ جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري بكلية طب جامعة القاهرة. حاصل على دبلومة علاج الالم بتنظيم فيسيولوجية الجسم ميلانو ايطاليا. زميلة جامعية العالمية لجراحات مناظر العمود الفقري فرنسا. اسمحول انرحب بطيف العزيز واحد من رموز طبعا علم علاج الالم وعلاج مشاكل العمود الفقري والاسم الكبير. استاذ الدكتور ايمان عنب. استاذ جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري. الاستاذ بكلية طب. اصر عيني جامعة القاهرة. صاحب دبلومة علاج الالم بتنظيم فيسيولوجية الجسم من ميلانو الايطاليا وزميل الجامعية العالمية لمنظير العمود الفقري بفرنسا. اهلا بك دكتور ايمان. اهلا دكتور ايمان. منورنا. الله يخليه. اخترت عنوان اللعب بالنار. اه. هذا عنوان مشير جدا. جدا. لان النار لازم تكون موجودة علشان تكون في حضارة. من غير نار مفيش حضارة. النار في الجسم تمثل الالتهاب. مفيش التهاب في الجسم مفيش شفاء. يعني النار مهما كان ليها ضرر بس ما نقدرش نستغنى عنها. والالتهاب مهما كان ليه ضرر الجسم ما يقدرش يتخلى عنه لإصلاح نفسه. فدلوقتي المشكلة عندنا ان النار لو استعمالها محدود بتقدي الغرض. لو فلتت بتعمل كرسى. الجسم كده. اول ما تبدأ فيه الاصابة يبدأ استعمل الالتهاب لتصليح الاصابة. بينجح في معظم الحالات. احيانا تنفلت منه. والمواد الالتهابية اللي هي السايتوكين والانترلوكين يزيدوا قوي. فيبدأوا يعملوا امراض زي الفايبرو مالجة التلاف العضلي. او ساعات تنفلت منه في وجود فيروسات زي السايتوكين ستورم في الكورونا. حضرك عارفها طبعا. طبعا. فدي موجة التهابية بتكسر كل الجسم بسبب انه بيعالج نفسه من الفيروس فكسر نفسه. استورم اعصار للسايتوكين. فبيعمل تدمير ذاتي. او ساعات عملية الاصلاح والالتهاب لا تكتمل فتبقى الاصابة مزمنة. يعني لو انت عندك قوة دفع لقطار اسمه قطار الشفاء فلازم معاه قوة التهابية قوية علشان نحركه. اذا اتحرك خلاص هيعدي بالمراحل بتاعته اللي هو انفلميشن فريجي ناريشن موديوليشن ماتيوريشن هيلينج. فكل المراحل دي في التصليح بتبدأ بقوة الدفع اللي هي قوة النيران الالتهابية. اسمها الحد الاكيوت. لو فشل ان تكمل القطارات وربعة توقف على كده وتبقى نسبة التهاب بسيطة اسمها كرونيك مزمنة. ودي مفيش خروج منها للأسف لان فرصة التصليح الاولى عدت. فالقطار اغلق او تنفلت منه ويولع في بقية الجسم فاسمها تلايف عضلي. بيأثر على ايه بقى للتهاب المزمن؟ في التلايف العضلي وغيره بيأثر على المخ ويعمل اكتئاب. بيأثر على الادبوستيشو اللي هو الدهون. بتعمل انسولين رزيستنس. بتخلي الواحد يدخن. بتأثر على الكبت. بتخلي ما يطلعش هيموجلوبين كويس. فيجيب لك أنيميا. بيأثر على المفاصل فيها تآكل على التهاب السينوفيا الممبرين اللي هو الأخشية. فيعمل رشح. فيقعد يكسر كده في الجسم والجسم تفرج عليه مش قادر. يبدأ التصليح لأن خلاص القوة الالتهابية الأولى انتهت. فدي مشكلة اللعبة بالنار. اللعبة بالنار إنك متسبش أو بمنع صح تتدخل بشكل خطئ فتمنع التوالي بتاع أساليب الجسم في التعامل مع الالتهاب. صح. الجزء الجاي ده أهم جزء في الحلقة على الإطلاق لأنه ده واحد من الحاجات اللي حضراتك نورتها كثير طوال السنوات وطوال الفترات اللي فاتت. الانزلق الغدروفي في عقلية المصرية العقلية العربية أول حاجة بتيجي في دماغ ابن آدم على طول يعني وبتثبت. يعني لحد قال له حد انت عندك انزلق الغدروفي بيفضل عايش. آه على طول. بهذه الفكرة. صحيح حتى ما يخف برضو بيرجع يقول أنا كان عنده. حتى لو جيه عند مثلا حضراتك أو عند أي حد من الزومة. لا قال له لا انت ماندكش يا ابن انزلق الغدروفي انت بتعيش على الوهم ده. صح. ومن هنا في ترمنت قلته برضو بتاعك من زمان قوي اللي هو الجريزون. آه. المنطقة الرمضية. صحيح. دي حاجة بتاعتك. آه. اشرح لنا بس الأول. اشباه الانزلق الغدروفي واشرح لنا تاني ماذا تقصد بالمنطقة الرمضية. طح. اشباه الانزلق الغدروفي اللي هي ألام في نفس المكان. بس مش جاية من ضغطة العصب في القناة العصبية. جاية من خارج العمود الفقري. اوكي. فالغدروف دي ألام جاية من داخل العمود الفقري. ليها منظر. والألام الخارج العمود الفقري ممكن تدي نفس المنظر. بس التشخيص الدكتور بيطلع الفرق. العين مستحيل اللي يطلع الفرق. زي العقد العضلية دي من أشهر الحاجات. ونتيجة تشيل الحاجات تقيلها عضلة الكاتفة بتتمزق. فتبدأ تطلع ألام تعمل صداع تسمع في الإيد تنميل. بس احنا بالكشف بنلاقي حاجة اسمها تندر بوينت. يعني نقط التهبية أو مؤلمة. دي أكتر حاجة بتبان. إنما حركة الرقبة ما بتفرقش. ساعات الغدروف مع حركة الرقبة بتفرق. ساعات تلاقي العضلة الخاصة. ساعات تلاقي قوة إيده ضعفة. طبعا لو تطور أكتر من كده بيأثر على حركة الرجلين والمشي. الجري زون دي منطقة غايبة عن الطب وغايبة عن المريض. يعني معظم الأطباء ما يدروش حاجة عن ألام العضلات. بسبب إن التشخيصها صعب ومالوش أدلة. أدلتها الكشف. كمان أعراضها متدخلة مع الغدروف. فالأسهل إن إحنا نبص على الأشعة على طول. مش الأسهل إن إحنا نعالج المريض. زائد علاجها كمان صعب شوية. فعلشان كده مفيش تخصص داخل فيها. وقعها في الطب يعني. نشرحها أكتر. إيه هي الجري زون؟ نرجع للصورة اللي فاتت عشان أنا عايز أفهمها. إيه هي بقى الجري زون؟ الجري زون إن مريض يا إما عنده غدروف. فده معروف إنه عنده غدروف وليه حملية. إنما مريض تاني كويس وسليم. ده يبيا ده سود. المنطقة الرمضية دي دي تشمل عدة تشخصات. بيتغلط فيها كتير جدا. منها دي شرايين الرجلين. دي أسباب عدم القدرة على المشي. بتتخلط مع دي القناة العصبية. اتنين ألام العضلات وخصوصا عضلات الحوض ومفاصل الحوض. بتتخلط مع الالتهاب نتيجة الغدروف. تالت حاجة حاجة اسمها بايرفوم سندروم. عضلة قفل على عصب الرجل بتعمل ألام عرق النساة. بس من العضلة مش من العمود الفقر. بدي شبهه بالزبط. بالزبط. دمور العضلات بيعمل ألام عضلات شبه جدا ألام عرق النساة. تلاف العضلي بيعمل كل أعراض كل الأمراض. يعني مريض التلاف العضلي ده أصلا مريض عادي وسطنا. ما حد شخصه. وعمال يشتكل كل الناس بكل الأمراض. إنه عنده غدروف عنقي وعنده غدروف قطني وعنده قشونة وعنده التهاب وعنده اكتئاب وعنده تنميل وعنده عاجات كتير قوي. فالناس دي وقعة في الجري زون محدش عارف يطلحها لها يلاقيها تشخيص عدل ولا يلاقي علاج عدل ولا عارفة عندها إيه بقى لها سنين. فبتضطر يتعالج نفسها وبتدور على الخرفات ده. وذول بقى محد يتقال له أنت عندك ساتكة عندك عرق الناس وهو عنده العضلة هي اللي ضغطها على العصب. هما إحنا متتصورين أن اللي ضغط على العصب هو الغدروف وهي العضلة. فعاود أعالج في الغدروف ها هعمل عملية في الغدروف والأخير والعلم مش هتحسن. صحيح. فيقول لك الألم رجع لي تاني الغدروف العملية بازت. صحيح. يعني مش العملية بازت يا مفيش عملية أساسا يعني ما كانش فيه داعي للزراحة في الحالة دي في الحالة دي. دي منطقة رماضية مهمة جدا عاملة زي الضباب يا فعلا تسمية صحيحة. لمنطقة الضباب دي فيه فيلم اسمه الضباب فيلم مهم جدا في السينما الأمريكي. والنسبة دي من المرضى كتير على فكرة كتير جدا يعني غالبية المرضى في الجريزون. غالبية مرضى كتير جدا في المنطقة. يعني حضرتك من ألام الغدروف الحقيقي لا تتجاوز 5% من ألام الظهر والرجل. ف95% واعين في الجريزون. 95% ليسوا بالفعل غدروف حقيقي. بسبب طبعا ظهور الرنين المغناطيسي قطر جدا حالة الغدروف اللي هي أصلا كان موجودة بس يعني مش متشخصة غدروف بسبب الرنين. فأي حاجة خفيفة خارجة مكانها تسمى غدروف بس ده غلط يعني لازم يبقى فيه تفصيل كويس لتقرير الأشعة. وهو ده المقلب يا جماعة ان احنا نعمل الرنين فنشوف حيطة غدروف طالة فكتب غدروف. وانت بتشيك من قلم القلم جاي من العضلات. صح. وجاي من العضلات العضلية. وهنا مقلب جامد قوي. بس خارج العمود الفقر. بس خارج العمود الفقر. فمش هيشوفه الرنين. اه صحيح. مش هيشوفه الرنين وهيقول ده في غدروف هو لا بيكذب. واللي معندوش خبرة كافية. صحيح. لو حد معندوش خبرة كافية هيقول له انت عنده غدروف هو برضو لم يكذب. ما هيعايز خبرة برضو. هاف قدامك كيف نضع بروتوكول الهلاك. اه بروتوكول العلاج لازم حكتين. اولا زي ما احنا قلنا كل عيان لازم يبقى متشخص التشخص بساعه. اللي هو دخل الباب بتاعه بالزبط. وبعدين العلاج الاسلم لحالة المريض اللي في مصلحته باختصار. يعني لو مريض عنده مشكلة وداخل على ضعف في العضلات او شلل بسبب مرض. لازم نبدأ بالجراحة. مش هنديله فرصة انه احنا نفقد اعصاب او نفقد خلايا. لو مريض فرصة الجراحة عنده محدودة. وسنه كبير وامراضه كتير. فيستحسن نبعد تماما عن الجراحة. الجراحة هو خروج من المرض غير كامل غير مضمون العواقب. يعني ايه؟ يعني زي ما احنا اتفقنا انه ممكن تتقسم حالة المريض 20% التهاب اعصاب 30% انزلاق غضروفي 50% خشولة. هنخش الجراحة مكسبنا الوحيد 30% ويتبقى 70% مدايقينه. فاحنا مكسبناش كده قدامها مضاعفات ممكن تحصل ولا لا. فده خروج غير كامل غير مضمون العواقب. نخش امتى؟ لما يكون في حالة طوارق. امرجنسي. حاجة اسمها كودا اكواينا. سندروم. يعني غضروف قطع التحكم في البول والبراز وسقوط مشترك. او يكون في غضروف عنقي مأثر على الحركة. سن المريض صغير. حيفضل معرض انه معرفش يمشي لازم ننقذه. غير كده الاستفادة محدودة في علاج الالم. يعني مصدر الالم غالبا ما بيكونش غضروف لوحده. ففي بدايل ممكن نلجأ لها. وبعدين ننتهي بالجراحة لو فشلنا تماما. البدايل دي هنعد بقى يعني. فيزيولوجية الجسم فيها كل هذه البدايل. صحيح. ايه يوم بقى؟ احنا نرجع تاني لعنوان الحلقة اللعبة بالنار. نعمل تصليح محدود عن طريق التهاب محدود متحكم فيه. يعني نرجع الجسم تاني لفرصة الشفاء بتاعته اللي فشل فيها. بس احنا ننقضها ونعدي مراحل اللي فشل فيها وندي له عوامل النمو اللي محتاجها كان يعدي بها. زي ما نجي ندرب مثلا ناس على تدريبات عسكرية اللي بيسموها يعني مناورة عشان يستعدوا للحرب الحقيقة. صح بالضبط. وتدي له كل حاجة عايزة. تقناها حرب حقيقة. صح. فاحنا بنعمل كده مع الجسم. الجسم كان هيعمل كده بس فشل ومش هيعمل تاني. مهم. فاحنا في علاجات اسمها الريجينرتف ميديسن. علاجات بنائية. مهم. دي بتوجه تاني التصليح في مصاره الطبيعي اللي وقف غلط في النص. وما اكتملش. او انفلت من الجسم. وولع فيه. مهم. فبنرجعه محدود متحكم فيه. احسنهم في النتائج حقن الصفايح والبلازمة. او البي ار بي من دم المريض. او فيه حاجة اسمها الورثوكين. ده طريقة معدلة. علشان نعمل قفل لي او بلوكيج للانترلوكين في الريسبتورز بتاعة الخلايا. مهم. نقفل المناطق اللي بتخش فيها عوامل الالتهابية من الخلايا. مهم. فدي احسن بكتير لما يكون عندك نار تطفيها. وبعد كده تبدأ التجديد. اوكي. فاحنا ده احسن اتنين يعملوا بيطفوا النار. وفيه طرق اخرى لمرضى استجابتهم اضعف. دايما احنا بنتأثر بالبيئة اللي حوالينا. لو حد في جو مش مناسب. تلوس. اكل وشرب غير متوازن. وزن مناعة. كل ده بيأثر في كمان قوة استجابة المريض. او شفاء المريض. فبنحاول نحفزها بطرق تانية. واحنا ما عندناش حاجة متحايزين لها. يعني احنا زي ما قلت حضرتك في عدة طرق للعلاجات البنائية. احسن اتنين. بي ار بي والقرسو كين يعتبروا الجيل الاول والجيل التاني. بعد كده نعالج نجدد مادة الكولوجين. دايما الناس بتفتكر ان الكولوجين بشرة وجلد. الكولوجين 35% من بنية الجسم. بروتينات يعني. اول ثلاث انواع. عضم ومفاصل وغضريف. واخر نوعين. اللي هو الرابع والخامس. ده جلد وكنك تفتشه. اللي هي الانسجة الضمه. يعني هو موجود في كل منطقة في الجسم. ففي علاج كمان اسمه حقن الكولوجين. ده براند ايطالي. متسجل في مصر. وبنستعمله. والفكرة الرئيسية حتى في البي ار بي. ان جسمك يفرز مادة الكولوجين. بخلايا اسمها الفايبرو بلاست. يعني بي ار بي فيه 37 نوع من عوامل النمو. بيتدخل 37 نوع من الخلايا البنائني. منهم الفايبرو بلاست والستيم سيلز. والفاسكلور سيلز. اللي هي بتعمل دورة دموية للانسجة الجديدة. ويبدأ بقى القطار يعدي في مراحله. اللي هو الريجنريشن. والماتيوريشن. والموديوليشن بتاعت الانسجة. اللي هي تتشكل زي الانسجة القديمة تماما. بحين الكولوجين فين في الجسم؟ الكولوجين بتحائن سبكي تينيس. او ممكن انترا ارتيكلر. جوه المفصل. اه او في المسل. يعني على حسب احنا عايزين نوصله الفين. وعلى حسب الاصابة فين. في الليجامنس في الاربطة دي سطحية. ولا في العضلات. ولا في المفصل نفسه. اه انواعه مختلفة. عايزين نعالج العصب. ولا العضلة. عايزين نعالج الغضروف. ولا اه التهاب الاربطة. او مزء الاربطة. ففي اماكن وطرق وتكنيك مختلفة. بس كل الحق امن وبسيط. ما بيوجعش زي الحاجات دي. اه وبيجدد معظم مناطق الجسم. اه. هنا مثلا في واحدة من اصابات المشهورة لعيب الكورة. سواء مفصل الكاحل او وطر اكيل. اه ده ساق جدا. جدا. اه. وبعدين يعمل اعاقة. اه. انا حيات لعبين كتير. اه. للأسف. اه. وناس كتيرة بتقعد اصاباته ربعض. يعني كل ما يعني يبدأ يتحسن رجلو تتيني تبدأ تتمزق او يجبسها او عمل عملية. وحصل سكار في الليجامنت. يعني التحم بانسجة لفية. فما بقتش تقدر تشيل الوزن. ضعفت يعني. فهو بيجدد ها تاني. تينيس قلبو ده من حاجات المشهورة برضو. اي حد بيرفع حاجات إيلة دايما يتمزق. ويبدأ يعمل الام في ايده عنيفة. دي برضو ممكن تتشخص غلط وظروف. بس ده اسمه تينيس قلبو. التهاب وطر. التهاب وطر اليد. اليد. طبعا مفصل الكتف برضو ممكن فروزن شولدر او برضو يتشخص غلط انه غضروف او ساعات بيبقى نتيجة حاجة اسمها البريكيا البليكسس انجري. التهاب في الدفيرة العصبية بيعمل دمور في عضلة الكتف. ويبدأ يعمل تيبس في مفصل الكتف. برضو بيساعد بيخنقة العصب دي مشهورة في السيدات. ده خنقة العصب مشهورة في كله. هو علمين في الكتب والستات اكتر. لكن احنا بنشوفها في كله. في كله صحيح. هي برضو من احسن نتاج فيها حقن البي ار بي والبروش فاكتور. دي دي بتخلي السيدة بتقدرش تمسك حاجة يا عيني والراجل مقدرش يسوق. هو بقى كله مبالات دلوقتي وكله قدمنا بميلا برضو فبقى يعني منضوع مشهور حقيقي. فقط العقد العضلية دي حاجة مشهورة جدا. دي ترابيزيس دي من اسوأ الحاجات اللي بتعمل قلم ومزعجة جدا لمعظم الناس. حس انك ماشي متكتف لكن جبل شايله على كتفك. فبرضو حقنها بيفكها. والعضلة بتبدأ تجدد نفسها. ونتاج كويسة. حقن العقد العضلية كل الناس عندها عقد عضلية. ما فيش حد ما عندوش. لا ما فيش. طبعا مع التكيف. التكيفات يا خرابي. التكيفات دي مدمرة. وفيه ناس بتقعد كثيرة قوي تشغلها على الكمبيوتر. الكمبيوتر وتكيف. صحيح. يعني هو عندو كل عوامل. يسوأ يعني الكمبيوتر تكيف سوأ. كل عوامل. ولما لو واحد فرجع التلفزيون فهو كده كده. وحياة الناس بقت كلها على كراسي. سيدنتري لايف. اه كراسي. صحيح. البي اربي او الاحساليب الحديثة. برولوثيرابي برضو. برولوثيرابي ديكستروز 25%. برضو مستو بيعمل بقى في الاربطة اقوى جدا. يعني الحالات اللي عايزين نقوي الاربطة سواء قلصنا بي ار بي. او في النص بنستعمله زائد البي ار بي. بيساعدنا في حاجة اسمها دي قناة العصبية. بسبب الخشونة. زي ما قلت حريرك هو الانواع مختلفة للعلاجات البنائية اختيارها على حسب حالة المريض. حسب استجابة المريض. والمرحلة اللي عايزين نعديها ونوصل لها. لان العيان حالته بتتعلق على كذا مرحلة. وفي الاخر بنوصل ان احنا نتمم الشفاء بان احنا بنبدل ان شاء الله. عندي اسئلة بقى سريعة وايجابات سريعة. لا تفضل. السؤال السريع الاول. دايما السؤال ده بناس كتير دلوقتي المفروض تسأله وتفهمه. بي ار بي يحتاج الى طبيب متخص او معنى صح تخصص علاج الالم. لانه البي ار بي ناس كتير دلوقتي للأسف مندو خلاء على الطبي بيحنون. او مندو خلاء على التخصص. زي ما حرج بتقول. انا بيجي لي ناس بتقول لي انا تعليق البي ار بي وما فيش نتيجة. هو كده يعني حرق فرصته المثالية في الشفاء بالبي ار بي. البي ار بي هو تركيزات مختلفة. نتيجة فصل باجهزة مختلفة. زائد كمية العينة اللي احنا اخدها قد ايه تناسب حالة. زائد طبعا نرجع للبداية خالص التشخيص. احنا ماشيين فان اتجاه. هلا اصلا هو ده علاجه ولا لا. هل علاجه لا واحده ولا لا. اللي بعده كمان مكان الحقن. وتكنيك الحقن. وكام مرة هناخدها. واستجابة المريض ماشية ازاي. الادوية المساعدة ايه. حاجات كتيرة جدا بتفرق طبعا. فعلشان كده زائد محرك بتقول طبعا. يعني هو الموضوع بقى منتشر شوية. وبقت ناس غير متخصصة. والفشل معهم بقى اعلى. فبقت ناس تبعده في اللحقن قبل كده مش هكرره. هنحاول نشوف بديل. بس لما بيرجع ياخده تاني. بلاقي النتاج مختلفة. ده معناه ايه؟ ان كان بياخد ماء. ان كان فيه مشكلة. يعني كان فيه مشكلة في عدة طرق. اه في التجهيز. صحيح. التجهيز زائد محرك بتقول. التركيز. نقطة الحقن. التشخيص. الكمية اللي بناخدها. حاجات كثيرة قوي مرتبطة بحالة المريض ومرضه. فعلشان كده ملوش لازم انضيع فرصة العلاج على حد. اه طبعا. وبلاش يعني مثلا ناس تنظر الى ان البي اربي تقنية مفهاش. لا ده تقنية فيها كثير من التكلفة. فيها كثير جدا من الماتيريال نفسها اللي بتستخدم. لازم بيكون متيريال اصلية مش مضروبة. وكل حاجة دلوقتي بقى فيها المضروب وفيها الحقيقي. السؤال التاني. يعتقد الكثيرون ان البي اربي فيه اضافات مثل الكورتيزون. فيه ناس كثيرة بتيجي تقول لي انت بتحط عليه ايه. هو انا ممحطش عليه حاجة لانه هو ما ينفعش تحط عليه حاجة. انا بستعمل الخلايا اللي جوه اللي اسمها الصفايح. دي اللي بتنزل البروتينات اللي بتشتغل اللي اسمها جروس فاكتورز. الكورتيزون يوقف شغله. لان الكورتيزون مضاد التهابات. اه. وحضرك احنا قلنا ايه؟ بنلعب النار. احنا اساسا بنلعب النار لصالح. فاحنا عايزين التهاب نعمله علشان احنا نحركه في اختار الشفاء. بنعمل مناورة. صحيح. اه. حاجة نطف النار دي يبقى انا ايه؟ وقفت العملية كمان. فما فيهاش طبعا اضافات. السؤال التالت. ده سؤال مهم جدا. الناس عندها اعتقاد جاذب. ان اللي هياخد بيه اربي. هيستمر رياخته متى الحياة. صح. لان هو بيقيس على خبرة الكورتيزون. ان ده الناس اللي تعالجت زمان بكورتيزون كورتيزون بقاله مئة سنة مثلا. فدايما يخلص مفعوله يروح يحن. يخلص مفعوله يروح يحن. فهو بيقيس على خبرة اللي تعالجه بالكورتيزون. انما لا البي اربي يعني بيشوفها عينين معالجه من سبع سنين وخمس سنين. الحمد لله هايلين. يعني هي عملية شفاء اللي بتنتهي بيه الشفاء خلص مش محتاج علاجتين. دي مثلا اشعات ما بعد الالاج. اه يعني حضراك دي من الاشعات الجميلة ان كان فيه غضروف كبير جدا. وبعد ثلاث شهور اختفى بعد العلاج. وضهره ما تفتحش. العيان اتحقن خف الغضروف اختفى كأنه عمل عملية واحسن. يعني حضراك هتشوف الاشعة اللي قبل شايف الغضروف الخامسة اقوله عجازية كبير. والاشعة اللي بعد اختفى. فهي عوامل النمو ساعدت ان الجسم تخلص من الغضروف وضغطة العصر. هنا هقف قدام سؤال اخير بقى. ايه المخاطئ في تصرفات الناس في التعامل مع اصاباتهم وقلمهم. كنكلوجين كعامة. احنا قلنا خمسين الف حاجة. لو قلنا الابرز هيكون ايه. الابرز هو اهمال الشكوى. اه. لان اهمال الشكوى بتخلينا نوصل لمرحلة علاجها صعب. واللي بنفقده ما كناش فقدناه. يعني اللي هيجي في مثلا درجة خشونة اربعة. ما كانش احسن يجي في درجة خشونة واحد واثنين. يعني لان الغضروف اللي بتروح ما بترجعش. العصاب اللي بتتلف العضلات اللي بتضمر دي ما بترجعش. فطبعا ملوش لازم نطنش الشكاوي المستديمة اللي ما بتروحش. يعني ممكن واحد جاله مشكلة وعدت في اسبوع اتنين خلاص اوكي كلنا كده. انما طولت وبعدين عملت لي اعاقة. وبعدين خليتني اخد مسكن وبعدين مش قادر استغنى عنه. لأ كده فيه انظار مش كويس. فما استناش على نفسي. ما اقولش اوكي بكرة حخف. ما اقولش انا مش لاقي حل. ما اقولش ان افقدت الامل. هو يعني طبعا مفيش حد يفقد الامل. لان يعني ربنا عامل الداء والدواء يبتلي بيه ويداوي بيه من يشاء. يعني ملوش لازم ان احنا نفقد الامل. ودايما ربنا عنده الشفاء. بس هو يعني زي ما قلت لحضرتك ممكن يكون التشخص غلط. ممكن يكون ماخدش العلاج المناسب. ممكن يكون لسه مجاش معاد ان ربنا يشفي. فيدعى ربنا ويتوجه للعلاج المناسب ليه. التوجه للعلاج المناسب واكتشاف طبيعة المرضى الحقية بدون الوقوع في هذه المنطقة الرمضية من اللقبطة. وفهم الدقيق لكلمة دي دي في الطب. لاحتمالات التشخصية. الاحتمالات التشخصية دي هي لوب البرنامج ده. احنا لما عملنا البرنامج ده من سنين كان هدفنا الاساسي ان احنا نوضح للناس ان مش كل التشخيص في الطب. ان الطب ده مش شيء سهل. ان صداعي يعني معناها ان انت عندك ضغط بس. او ان مثلا عدم القدرة على البلع ده معناها مشكلة بس في المريء. او ان هجان يبقى معناها ان الرئة فيها مشكلة. لا في احتمالات تانية. زي ما بيكون الالم. كمان جرس انذار هو جرس انذار لكتير جدا من الاحتمالات. جرس انذار احنا بس مش عارفين ان هو جاي من انهي غرفة. ممكن يكون جاي من غرفة الانزلاق الغضروفي. ممكن من العضلات. ممكن يكون من الاوطار. ممكن يكون من الاربطة. ممكن يكون من النسيج الدهني لوحده ده كرسة. يقدر يعمل الام شديدة للغاية. النهاردة حوار ممتع جدا وساعدتك نوارتك العادة. وابدعت. شكرا دكتور. في واحدة من اجمل الحلقات. انا نفسي قعدت النهاردة استمتعت. وعلى فكرة النهاردة يستفيد جدا الفيلد الرياضي. المجال الرياضي كله يستفيد النهاردة من الحوار بتاعنا. وطبعا الناس العاديين. لان الناس كلها الدولة تبتلعب رياضة. مالبطو بيسات والجاري ولا الاكل العيش. وهو ده الرياضة. ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع. الأستاذ الدكتور ايمان عينب. أستاذ جراحات المخوى العصاب والعامود الفقري. الأستاذ بكل الطباء. أسرعين يا جماعة القاهرة صاحب دبلومة علاج الألم بتنظيم فسيولوجيا الجسم. من ميلانو الإيطالية وزميل الجامعية العالمية لمناظر العامود الفقري الفرنسية. كان ضيف في الدكتور. خليكوا دايما مع الدكتور. ضيف العزيز. أستاذنا رسوس دكتور السيد الأخرى. أهلا بك. عايزة الحوار المثير ده. لان اليوم ده فيه مفاجئات وحوار مهم العلمي. وتفسيري مهم جدا. لكن هو السؤال اللي أنا طول الوقت. طول ما أنا جاي بأسأل نفسي. لماذا بتغير تراحل المهاجرات الآن؟ سؤال من 1860 من أول اكتشاف المرض. عند عالم جليل روكتانيسكي تحت المايكروسكوب. واكتشف بؤرة بطانة الرحم المهاجرة. إنه خارج من مكان الرحم. وبدأت القصة من اليوم ده. بعد ما كان المرض هل بجد صدفة؟ ولا ليه قواعده الخاصة؟ ولا هو كيان كامل ليه فلسفة وليه أدواته؟ وإحنا نجهلها؟ أحياناً نكتشف المرض ونربطه بطريقة ظهور بشكل معين. فنفاجأ إن ما تمشيش مع طرق تانية. بمعنى آه ده بطانة الرحم المهاجرة. هذا الكيان الغير أكستر أوردينري. الغير اللي هو أكستر أوردينري. يعني غير تقليدي. غير تقليدي. متفرد. إن بطانة الرحم لو اتفقنا إنها يالجزء. لو ده الرحم هي الجزء المبطن للرحم. هذا النسيج اللي موجود في هذا المكان. وليه علاقة بالدورة الشهرية. ما علاقته ببقية الجسم؟ كيف تتواجد هذه الخلايا في أماكن مختلفة؟ يعني إيه مريضة تيجي تنزف من الأنف فتجد بطانة رحم مهاجرة. يعني إيه مريضة تكح فيينزل دم فيطلع بطانة رحم مهاجرة. يعني إيه مريضة يحصل فيه الحاح بولي وتبول أحياناً لإرادي أو متكرر فتكتشف إنه مش التهاب دبطانة رحم مهاجرة. إن فيه دم في البول دم السرطان دبطانة رحم مهاجرة. يعني إيه انتفاخ في البطن دبطانة رحم مهاجرة. يعني إيه ألم في العضلات دبطانة رحم مهاجرة. يعني إيه تعب لا تشف منه أبداً كورونيك فاتيك سندروم دبطانة رحم مهاجرة. يعني إيه كحة وأزمة دبطانة رحم مهاجرة. يعني ايه حمى بحر متوسط وتطلع بطانية رحم مهاجرة يعني ايه مالتو بسكولوروزيس ويطلع بطانية رحم مهاجرة يعني ايه خلل في الغدة الدراكية ويطلع بطانية رحم مهاجرة يعني ايه بقر في الجسم طلعة ونديول ورم في العضلة البطن تطلع بطانية رحم مهاجرة يعني ايه دمور في عضلة يطلع بطانية راحة المهاجرة يعني ايه ألام ألام في السياتيكا والأعصاب ويطلع عن موضوع بطانية راحة المهاجرة يعني ايه يعني ايه هذا الوحش داخل المرأة وبيظهر امتى وزا كان ليه طوقت معين فازاي كمان يطلع لبنات لسه الدورة ما نزلتش زا كان احنا بنقول مرتبط بالدورة يعني لو قلنا ان خلايا بتنتقل عن طريق الانبيب وتخرج برا يعني فنلاقي ان هو موجود لبنات مش موجود ليهم أرحم أصلا وفي بطانية راحة المهاجرة الله مش كنا بنقول لو شننا الرحم نعالج بطانية راحة المهاجرة طب اللي ما عندهاش رحم عندها بطانية راحة المهاجرة ازاي طب مش قلنا لو شننا الرحم والمبيضين يبقى بالتالي اذا كان هو بيعتمد على الهرمونات اللي طلع من التبويض فشننا المبيضة هو واذا كان هو بينزل من الرحم فشننا الرحم هو فتتحل المشكلة فلاقي ان فيه بطانية راحة المهاجرة يعني ايه بعد سن انقطاع الدورة وما يطلق غلط يعني غلطا كده او يعني جملة خطأ انه سن انقطاع الدور سن اليأس ويطلع بعديه بطانية راحة المهاجرة الله يعني ايه ان بعد انقطاع الدورة وتاخد بعض الهرمونات التعوضية فتنتشر بطانية راحة المهاجرة طب انا شلت الكيس رجع تاني ليه طب ايه كمان بطانية راحة المهاجرة هل كان الحل فقط هو جراحي ولا دوائي ولا دوائي جراحي وهل بطانية راحة المهاجرة هل هي فقط بس اللي احنا بنتكلم عليه كيس اللي تشوكلت يعني الكيس اللي موجود الكيس اللي تشوكلتة اللي موجود في الموبيض ولا احنا بنقسمها الى أوفيريان واكسترا أوفيريان يعني ايه يعني في الموبيض وخارج الموبيض وفي الموبيض وخارج الموبيض فنيجي نقسمها تاني داخل الحوض وخارج الحوض يعني لو جات في الموبيض والأعضاء المجاورة ليه فده موها ده آخر الحوض بالمجاورة بدأ المرض ينتشر من عضو إلى آخر بالتلامس بس تفصل إزاي اللي راحت الرئة وتفصل إزاي إن يحصل كتامينيال نيوموسوركس يعني يحصل فيه تجمع أو هواء داخل الرئة شهرياً أو مع الدورة الشهرية أو يحصل كحة دموية شع حتى لو كان رير فنيجي نقول عنوان كبير لماذا بطانة رقم المهاجر؟ رقم واحد هو أنا جالي ليه بطانة رحم المهاجر زي أسئلة كتير جداً من البنات مش معنا للي جالي بطانة رحم المهاجر هو ده خلل ولا وراسة ولا طريقة أكل ولا هرمونات غلط ولا تعرضت إلى البيئة هل هي ده فقط الأسباب ولا في أسباب أخرى المرض ده له الطبيعة هرمونية له الطبيعة تأثيرها هرمونية لأنه برضو ولله علاقة بالبطنة وثيقة إحدى مرضانا الجميلات بتقول إيها بتقول لك بدأ بس يتكون بدأ يتكون التهابي ده شكل التهابي وصل لمرحلة الصديق فبدأ من كتر هذا الالتهاب بدأ يحصل تضخم في الطحان الحتة دي مهمة قوي طيب حتة مهمة قوي حتة أنه تدل على أن هذا المرض مناعي ما يسمى بارتيكولات سيستم بورولي فريش اللي هو تضخم الجهاز المسؤول عن إنتاج الخلايا أو التعامل مع الخلايا الده الجهزة للتصدي للالتهاب زي الطحال فتضخم الطحال هنا في مرض في حالة مش المفروض أو تضخم الطحال إحنا بنتخاف منه ليه مفكر إنه ده قد يكون مرض قد يكون أوراق لكيميا لكيميا لينفوما هوجيكين الكلام اللي هو ده اللي كن السراطنات خالص أو إذا كان بدأ يحصل سراطنات الدم أو بدأ يحصل ايوة أو بدأ يحصل زي ما أنت قلت ايه ريتكول اندوسيليا سيستم بقى بدأ يحصل بورول فريش اه وبدأ ينتج بقى هايبر بليزي احنا كنا عوزين نمشي بخطوات يعني ايه النهاردة تأكيدية وستيب باي ستيب للناس عشان أنا نفسي كان يفهموا النهاردة بجد كيف تنشأ أو تصنع بطانة الرحمة المهاجرة ثم تصدر خارج مكانها الطبيعي وايه ها التوازن ما بين هرمون الاستروجين والبروجسترون ولو هو مرض أصلا بيعتمد على غذاءه الحقيقي الاستروجين هرمون الاستروجين هرمون الاستروجين والتاني يبقى فيه خلل فيه خلل لإنتاج هرمون البروجسترون عشان كده معظم الأدوية الخارجية تبقى هرمون بيروجسترون أو بيروجستروجين زي كلها المصنعة بكل أسماءها المختلفة عشان يعادل الاستروجين وبالرغم بعض الأدوية اللي بتبقى بنيديها زي نظائر الجناندوتروبين عشان توقف الاستروجين اللي نلاقي برضو المرض أحيانا على بعض الأدوية اللي توقف الدورة بينتشر وبيكبر إيه ده لأنه هو عنده مصنعات الاستروجين الموضعي يعني لما تحرمه من الاستروجين العام في الجسم هو كل بقرة بقى تطلع استروجين خاص بيها شوف قديه ماكرو ولقمه وعنفه ولما بتدي بعض الأدوية زي الأرموتزن هيبتور اللي بتدور إنه ما يكونش الاستروجين فيبدأ يتحسن الوضع ويأثر لبعض الناس وليه بعض الناس الجيناتيكس اللي هما أرايب واللي نسب بطانة الرحمة الماجرى تبقى موجودة فيهم تصل أحيانا لطبع أضعاف نلاقي كمان عندهم إن نسبة البروجسترون في جسمهم أقل من الطبيعي فيؤكد انتشار المرض عن غيرهم وعلى مستوى الخلايا والماتريكس اللي موجودة فيها الأرضية اللي موجودة فيها بطانة الرحمة والتوازن معه الميتالوبروتينز إنزايمز والتيشو الميتالوبروتينز إنهيباتورز فإزاي واحد يبقى أقل من الثاني فتلاقي إن البطانة تتوغل لما تخرج برة مكانها الطبيعي فتتوغل في الأنسجة ليه عندها استعداد تبقى إنفيزف تخزو الأنسجة تخش تحت البريطون يعني إيه ده الكدرة دي عندنا نظريات مختلفة ولكن النهاردة بس عشان يبقى الحالة دي ما تعديش لأنها صعب إنها تتكرر بجد لو إحنا هابدأ بحالة إن إحنا بنتكلم على بطانة رحم المهاجرة وعلاقاتها بالمسانة البولانية حالة سين ولا حالة نون قبل ما نتكلم بس نبص بصة صغيرة هنا لو إحنا قولنا رجعنا للسوديو هنا وقالنا ده الجهاز البولي كليتين كده كليتين حالبين مسانة بولية رحم رحم كليتين هل ممكن بطانة الرحم المهاجرة لو كده واضح الأمر يقول لي نحن نشيل ده كب نشيل ده كنه واضح الصورة كليتين الكالية تنزل البول من الحالب حيروح المسانة البولية والمسانة البولية على بار على مجرى البول خارجين إزاي بطانة رحم المهاجرة احنا اتفقنا لو ده المبي الرحم خرجت من الرحم وراحت الجسم كله لكن إزاي توصاب المسانة البولية بطانة رحم المهاجرة إزاي توصاب الحالبين بطانة الرحم المهاجرة إزاي توصاب الكلا بطانة الرحم المهاجرة المسانة البولية ممكن تصعب المسانة البولية بيبطان ترحم المهاجرة يأما برايم ريليجن يأما جالها فيها مبدئيا مباشرة فيها أو اتنقلها بالجوار يعني يأما أثناء الجنين في بطن الأم لو قلنا المسانة البولية هنا يبقى ما بين المسانة البولية والرحم في جزء من تكوين الجنين يفضل موجود يأما بين فازايكو يوترين أو فاجين وفازايكل يأما بين الرحم والمسانة البولية يأما بين المسانة البولية والمهبل يفضل كامل الأنسجة دي لغاية لما البنت تكبر ويدب فيها هرمون الأستروجين والدورة الشهرية تنشط الخلايا دي اللي موجودة في علاقتها بالمسانة وتبدأ على سطح المسانة وتتوغل لداخل المسانة دي لو كان برايم ريليجن في المسانة البولية يأما إياتروجينيك يعني بسبب جراحة قبل كده جراحة قبل كده إيه؟ في الرحم أثناء عملية قيصرية أو السقصة الرحم أو السقصة الورمليفي بعض الخلايا تخرج وتنغرز في المسانة البولية لو جرحت أو بقت على الخلايا الخارجية فتنزرع جوه يبقى ده شكل من أشكال المرض الموجود في المسانة البولية تيجي المرأة تشتاكب إيه؟ تشتاكب إيه؟ تكرار في البول حرقان في البول أحيان بول مدمم ممكن تشخص على أنه سرطان في المسانة البولية هل ممكن نتعامل مع البطانة نرحم المهاجرة في المسانة البولية؟ آه ممكن نستقصة للورم؟ آه عن طريق إيه؟ يئم نخش بمنزار مسانة بولية منزار في المسانة البولية يئم على منزار البطن ونتعامل طيب ده هنتعامل النهاردة ممكن نعرض أكتر من 15 حالة من داخل مستشفى الأمم في بطانة رحم مهاجرة داخل المسانة البولية اللي فوق دي الدكتور حطت إيده عليها دي المسانة البولية وتحتها الرحم وتحتها الرحم آه تحتها الرحم لكن إحنا هنا كمان هنعرض عن حالة بدأ يحصل تلايف وبطانة رحم مهاجرة أصابت الحالبين لدرجة قفلت عليهم وبدأ الحالبين دولة يرتشحوا يعملوا ضغط فقط يعملوا ضغط لو اعتبرت الكالية دي بتنزل البول كده آه والكلية دي بتنزل البول كده آه وبعدين هينزلوا في المسانة أيوه تتميل المسانة يخرج البول بره آه دي مش عارفة تصرف اللي فيها تتضخم تتضخم وبعد كده تضيع خلاص حصل لها لس وبعدين يحصل لها ضمحلال وتنكمش وتفشل تماما يعني بمعنى أضك لو احنا اعتبرت عاوز أقولي أن حالبين رجعنا بس الصورة دي كده تننقرب منها حالبين أكد أنه كل واحد منهم بينزل أهو نرفحها بقى شوة يعني لو احنا قلنا قادل حالبين ماشي ماشي واضحة كده آه والأخدر ده حالب وبينزل نقطة البول والأزرق ده حالب تاني وبينزل نقطة البول لغاية لما المسانة البولية تحت بتتجمع ولما المسانة البولية هتتجمع منها البول اللي نزل من الكلة باستمرار كده هنفضل المسانة آه لو أي جزء قفل الحالب ممكن يمنع البول إن ينزل بالشكل اللي نازل منهامر ده وبالتالي يحصل إيه ارتشاح في حود الكلة وارتشاح في حود الماء باستعالة نبدأ من مدام نادية فرحات مرض بطانة الرحم المهاجرة داخل المسانة البولية نقدر نستقصل الورم بالكامل بالمنزار آه عن طريق البطن وجزء عن طريق مسانة البولية تعالى نشوف مع بعض حالة مهمة في منطقة مهمة صعبة صعبة جدا وإنها لو قلنا إنها فري رير إنها نادرة لا ده تصل دلوقتي مسانة البولية في مرض مسالك البولية أكتر من 80% من الحالات بتبقى موجودة في المسانة أكتر من 40% من بطانة الرحم المهاجرة المتوغلة موجود معها مسانة بولية من شكل إذا كان ساطحي أو بدأت موجودة في العمق تعالى نشوف تعالى نشوف مع بعض ده المسانة والرحم ده بعد على الحقيقة عادي جدا ونخنب منزار البطن عدين هنفك المسانة مدام نادية دي عندها ألام رهيبة وتشخصت على أساس أنها ورم سرطاني في المسانة تاخد عينة من منزار من المسانة في معهد القومي للسرطان وجات للمريضة وكان فيها بطانية رحم مهاجرة لما اتخدت عينة بمنزار المسانة جات المريضة أدي منزار البطن ونفك التصاق ما بين المسانة البولية وما بين الرحم فكنا الالتصاق نسرع شوية الحركة لو سمحت أنا هنا هنعمل ما بين منزار البطن وما بين منزار المسانة البولية فكنا الالتصاك بالتدريج من فوق الالتصاك ما بين المرض بتانت رحم المهاجرة في المسانة البولية العامل بقرة حجمها حوالي اللي يقل عن نشوفها في الاخرى حوالي 10 سمتين كبيرة نيديول كبيرة بص المسانة البولية بص النيديول دي كبيرة لما بتيجي تعمل بتانت رحم المهاجرة على المسانة البولية لازم تكون عامل منظار مسانة ولازم تكون بص احنا مضلمنا هنا عشان نقدر نكتشف المرض وإحنا عاملين منظار المسانة هو المضيق تحت ادي منظار البطن ومنظار المسانة في نفس التوقيت دكتور كريم عمر شغال بمنظار المسانة بيعمل هنا ايه هنا بيعمل دي ماركيشن بياندو جوه بالاندوسكوب في منظار المسانة لغاية لما حددنا المرض داخلين بمنظار المسانة من خلال منظار البطن احنا كنا محددين عاملين دي ماركيشن للمرض يعني ايه دي ماركيشن حددنا المرض المكان الطبيعي والغير طبيعيه احنا هنا بنعمل ايه كنا بنوقع بعض الاوعية الدموية اللي من المسانة ان احنا بنفتح المسانة ادي البيروتون اللي مغطي المسانة ادي الفابت او الدهون اللي موجود على المسانة بدأت هنا افتح المسانة البولية واستقصل الجزء المرض اللي موجود من المسانة بنعمل كياننا بنعمل جزء من استقصال المسانة البولية بالمرض نقلل السرعة نقلل السرعة عشان تباني السورة المرض اهو شوف البقرة اللي هي موجودة على الناحية اللي مين اللي مساكها دي شوف المرض كبير قد ايه بنقدر احنا محددين ما بين الجزء المصاب من المسانة البولية احنا دلوقتي بنتكلم على مرض بطنة رحم المهاجرة في المسانة البولية بعيدة عن بطنة رحم المهاجرة اللي في المبيض بعيدة عن بطنة رحم المهاجرة اللي موجودة في الحوض اللي موجودة على المستخيم اللي موجودة على الروابط العجزية لا بنعرض النهاردة احنا كده داخل المسانة البولية ده فتحة مجرى البول ودي فتحة الحليبين هيبانوا دلوقتي يمين وشمال لما بنعمل بنعمل دبل جي بنحط دعمات موجودة تخش في المسانة عشان المفروض ما يكونش المرض قريب من فتحة البول باتنين سانتي وإلا هيعمل ويقفل الحالبين هيعمل دي هيعمل دي استقصرنا المرض وبعد كده الخياطة تماما بالمنزار ممكن نجر الحتة دي بنقفل زي اي نسيج تقدر تتعامل مع المسانة البولية طبعا تقدر تستقصر منها البطاني تراحل مواجرة طبعا تقدر تشخص المرض اتفقنا ممكن بتشخصه بالصنار وممكن يهرب منك من الصنار تشخصه بالمري ولو كان اقل من ثلاثة سانتي ممكن يهرب منك من التشخيص الامر اي هو اعلى في تشخيص عن الصنار واضق كمان عن المنزار المسانة لو كان المرض انترميديت يعني ما عملش اختراق كامل المسانة البولية ووصل للمكوزة ممكن ما تشوفوش بمنزار المسانة قادل ما نشوف قد ايه وبعد كده بنطلعه برمورسلاتور فرمناه وطلعناه بتاع الاواء بتاع الورد من ليفي اللي طلعنا منه اهو دي الورد عشان ما نفتح الشفاعتها كبيرة وبنعمل نسبكشن البطن كلها ونشوف اذا كان فيه ملتي فوكل يعني هل فيه بتاني تراحل مواجرة موجودة في اماكن اخرى غير المسانة البولية يبقى هنا احنا بصدد دي اول حالة من حالات بتاني تراحل المواجرة الموجودة في المسانة البولية انت نورتنا دي ايه خليك وساعدت بهذه الزيارة ساعدة غامرة وفي النهاية رسالة اسمعها منك انت اللي هتختب المرض ليه جمهورك والله عاوز اقول ان احنا على الدرب مع بعض وعاوز اقول ان لسه الطريق طويل لمعرفة الحقيقة الكاملة لمعرض مثل بتاني تراحل المواجرة بابعاده الحقيقية بمدى انتشاره بمدى تعمقه بمدى خطرته بمدى الوعي المفروض بمدى حرصنا على بناتنا بجد ان احنا البربنتي بيتر دان كيور او البربنتي بيتر دان كيور الوقاية خير من العلاج والوقاية دائما لا تأتي الا الا بالمعرفة ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ده حتى اتقاء الله وقاية عشان الاخراج يعني اتقاء الله كأنك تقي نفسك من التقية انك يبقى فيه جزء من الوقاية لكن لما ربنا يقول له وذلك اقرب للطقوة الطقوة هنا مش معنى انه طقي يعني طيب او انسان وارع فقط ولكن ياخد كل اسباب الوقاية من الوقوع في المشاكل حتى في علاقته بالاخرين او بالمرض الحقيقة انت نورتنا واسعدتنا ويعني فعلا استفادنا استفادة كبيرة جدا من هذه ودايما مبتع ودايما متجدد وعندما اظن ان احنا وصلنا الى ذكر تفصيلي عميق جدا لمسلا المرض ما دائما بتبهرني في اللقاء اللي بعده وبتجيب لي حاجة جديدة للغاية عايز اقول حاجة مهمة جدا اسعدني جدا جدا حواري مع طيور مهاجرة مصرية اسعدني حواري جدا مع سيدة فاضلة عظيمة جدا مصرية هتعيش في ألمانيا حقيقة اسعدتني جدا بحوارها واستماح علينا لقاء مع صديق في هولندا السيد إبراهيم لقاء مع صديقي في أميك والسيد إلياس الناس دي بتتفرج علينا وبتتفرج علينا بجد واسعدني جدا احساسهم وهم بيقولولي ان احنا بنقبقى مبسوطين جدا وحنا بنقدمكم لأمريكان او الهولنديين او الالمان على ان دول هما المصرين الحقيقيين خليكوا دايما مع المصرين الحقيقيين وخليكوا دايما مع الدكتورين